وبالنسبة للي شخصياً أنا أذكر ليلتها أذكرها كتير بوضوح كنت بغرفة العمليات وعادت وصار في تعرف زي المصالحة الداخلية مع فكرة أنه ما شكلي حطلع من هالحرب يعني توصلت لقناعة وقتها أنه كل الخيارات اللي أخدتها بحياتي وكل الخط اللي مشيت فيه بحياتي وصلني لنقطة أنا فخور فيها ولكن في كل شي بالدنيا إلو ثمن وثمن هاي الحياة اللي أنا اخترتها أني ما أطلع منها إلا حرب مساء الخير وحياكم الله في بدون ورق في بدون ورق مهم بالنسبة لنا أن نطرح مواضيع تهمنا كعرب لذلك اليوم تم دعوة الدكتور غسان بوستة إلى الكويت من بودكاست بدون ورق اليوم نقاشنا مع الدكتور غسان بوستة اللي عنده خبرة ثلاثين سنة في طب الحروب وكان موجود من الانتفاضة الثانية في فلسطين حتى يومنا هذا وجميع الحروب التي وقعت في فلسطين وأيضا الحروب في الوطن العربي مثل اليمن وسوريا والعراق أن نستفيد من خبرته كطبيب في طب الحروب ونقارن في حجم الإجرام الذي يقع بشكل مستمر في غزة والفرق بين الحروب السابقة والحرب الأخيرة في غزة تنغشنا أيضا عن استهداف القطاع الصحي قبل 7 أكتوبر وأهمية استهداف القطاع الصحي للكيان الصهيوني كونه مؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة والفرق بين الأبرثايد الجنوب أفريقي والأبرثايد الصهيوني بطريقة علمية وموضوعية وأيضا مهم أيضا أن نشكركم أنتم كمتابعين ومشاركين لبودكاست بدون ورق سواء على مستوى الأفراد أو حتى على مستوى الشركات الدائمة والدعم هذا ومشاركة المحتوى أدى إلى توسعنا على مستوى الضيوف وعلى مستوى المواضيع والدعم هذا لازم يكون مستمر حتى نتوسع أكثر ويكون لنا تعزيز أكبر في الوطن العربي ونستهدف القضايا الرئيسية ونستقطبها من خلال بودكاست بدون ورق لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة معكم فيصل العقل وهذا بدون ورق اشتركوا في القضاء أشتركوا في القضاء اشتركوا في القضاء بسم الله هل تسويق هذا�� إستوب سواء ثلاث للمشارك أنا شان ما اضطرني لم تسجيل نعم هياك الله دكتور هياك الله في الكويت أم بلا دكاد انت ما يحتاج الله يسلمك أيوه نكتب راح نقع نسولك معك قبل لا نسجل الحلقة تذكرت لأخذ مرة جاءت الكويت عدل يعني قاعدت فيها في 1989 بعدين خرجت في اليوم مني اللي فوته أنا طلعت معك بعض المشاوير تغيرت عليك الكويت شيء تغيرت طبعا ولكن في علامات يعني فارقة اليوم مرينا جنب السوق الصالحية و عيادة الوالد في المبنى اللي فيه العيادة بسحة الصفرات لسه موجودة اللي بدي أروح أشوفه هالكم يوم البيت اللي قضينا يعني آخر سبع سنين فيه قبل ما نسافر موجود المدرسة لسه موجودة النادي لسه موجود فيه أماكن لسه الواحد بيذكرها وإذا الباحث بد دائما بدأ بشارع الشارع البحر شارع الخليج بيقدر يوصل لكل الأماكن اللي بيحتاجها عجيب صح بردك بسبع سنين قبل 1989 في 1982 وصيف 1982 كان فيه اجتياح إسرائيلي للبنان وحسرة بيروت الأمر الذي ساعد في تبلور وعيك السياسي في العداد هذا اللي فهمناه أيضا كان فيه تأثير في الكويت بشكل عام بالأخص ناجل علي في أيضا تشكيل وعيك السياسي وأيضا أنا بأخذ هم في كلام أنت كنت كاتبة أن أي شخص كان يعيش في الكويت خلال تلك الفترة كان يعرف أن لناجل علي تأثيرا في وعيه السياسي لأن ناجل كان دائما يربط السياسة بالإنسان العادي المقهور وبالقضية الفلسطينية بوصفها قضية الإنسان الفلسطيني المقهور أنا بعرف والجو العام في 1982 اللي أنت اخترت هذا التاريخ بالأخص في تبلور وعيك السياسي ليش اخترت هذا التاريخ أنا أذكر مساء أربعة ستة كنت بالبيت عم نتفرج على التلفزيون منزلنا لبشارع بغداد بالسالمية وكان مشهد الدبابات الإسرائيلية بتفوت على جنوب لبنان ومشهد الغارات الإسرائيلية على بيروت وعلى معظم المنشآت بعدين الواحد اكتشف أنه أول منشآت استهدفها الإسرائيلي هي كانت مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني وبعدين تلفزيون لكويت كان له دور تعبوي هائل بي تغطية الحرب جمع التبرعات كان في حملة وكان في دعايات تقريبا بين كل برنامج وبرنامج بتلفزيون لكويت وكان وقتها يعني فيهن هالمحطتين محطة العربي ومحطة بالإنجليزي فكان الجو العام بالكويت جو كتير متضامن وأنا أذكر حتى يعني فيه شغلتين دايما بأذكرها أولا منظر السيدات كويتيات بطابور قدام مكتب منظمة التحرير بحوالي بيتبرعوا بذهبهم خلال الحرب والمشهد التاني اللي أنا يعني أذكره أو الذكريات التانية عدد العائلات بالكويت اللي كانت عائلات فلسطينية أو عائلات كويتية اللي بخلال الصيف لغوا أعراسهم من كتر ما كان فيه تأثر بحجم المأساة وحجم كانت الناس تستحي تعمل أعراسها خلال الصيف وأنا أذكر عدد يعني عدد عائلات لغت أعراسها مشان ما يقال إنه فيه فرح بخلال الاجتياح شخصيا كانت التجربة كان عمري 13 سنة صح كان فيه مشاهد الإصابات مشاهد المستشفيات استهداف المستشفيات وكان فيه مشاهد اللي كانوا سموهم أطفال الار بي جي اللي هني كانوا شوي أكبر مني عمرا فكان الواحد بدأ يستوعب هذا الجزئيتين من النضال الفلسطيني الجزء المرتبط بالطبابة والجزء المرتبط بالنضال فكان صيف أنا أذكر يعني بنهاية الصيف اللي بتذكر يعني إحنا رجعنا على المدرسة بأول تسعة وبالأسبوع الثالث من شهر تسعة صارت مجزرة صبر وشتيلة وكنا بالمدرسة فكل هذا الصيف أحدث نقطة صار فيه بالنسبة للي الوعي أنه السياسة ومأساة شعبنا هتكون جزء أساسي من قراراتي للشخصية ليش قررت الطب دم أنت كان عندك وعي سياسي ليش ما توجهت للسياسة بشكل مباشر ما معنى الطب شوف هو الواحد أنه ينفي الجزء الاجتماعي يعني والوالد طبيب مجتمع الفلسطيني كان بيعتبر أنه الطالب المجد الأكاديميا المتفوق لازم يدرس طب أو هندسة فكان فيه هذا الجزء وبس كان بالنسبة للي هناك رفض لهاي الفكرة والله يرحمه الوالد أكتر من مرة حاول أقنعه أنه لأ بدي أدرس علوم سياسية أو فلسفة وبعدين بالنهاية أنا أذكر يوم أنا وياه عدنا وسألني أنه طب أنت بشهادة شهادة علوم سياسية أو شهادة هندسة أيش بدك تعمل لما تروح إذا أنت بشهادة طب عندك القدرة أنك تأثر إيجابيا على حياة الناس وإذا عندك أنت الوعي السياسي عندك القدرة أنك تستوعب اللي عم بتشوفه كطبيب ووقتها يعني صار فيه قناعة أنه القرار بدراسة الطب هو قرار سياسي راضي قرار الهروب من السياسة أنت كان عندك جهود دكتور أنت أول مرة رحت واشتغلت في الحرب على فلسطين من خلال الانتفاضة الثانية بعدين ذهبت الكثير من المرات حتى قبل الحرب الأخيرة رحت في 2019 و21 و14 وميغلطان و2007 وغيرها من الأحداث أيضا كان عند الجهود في سوريا واليمن والعراق فيما يخص معالجة الأحداث التي تكون من خلال الحوادث أثناء الحرب طيب أثناء وجودك في العراق وسوريا كان لك هم شغلة من خلالها أنت قلت أنك تقدر تتعلم من الممارسة الطبية في التحليل والتأثير أكثر من أي ممارسة سياسية شنو اللي تقلت تعرف من خلال هذه الممارسة أكثر الممارسة السياسية اللي بيميز الطب أن الطب بيسمح لك والناس بتسمح لك كطبيب أنك تفوت لحياتهم بتفاصيل ما في وظيفة ما في وظيفة تانية بتسمح لك يعني أنت أنا أذكر لما كنت في لبنان بالجامعة الأمريكية وكان في عندنا برنامج لعلاج إصابات الحرب للأطفال ومعظم الأطفال اللي كان بيجونا من الحرب السورية اللي كنت تشوفه بالعيادة لما تيجي العائلة المصاب الطفل المصاب عن أثر الحرب على العائلة كيف العائلة السورية اللاجئة بلبنان المصاعب اللي عم بتعالجها المصاعب اللي عم بتواجهها طرق الإصابة طرق العلاج السياس تجلي أو تجليات السياسة على الحياة اليومية للناس اللي هي بتترجم لآثار صحية إذا الواحد عنده الوعي وعنده القدرة إنه يرى ما أمامه الطب بيسمح لك إنك تشوف إشياء ما في وظيفة تانية بتسمح لك تشوفها طيب ودي أتكلم عن الطبيبة اللي ألهمتك للعمل في طب الحروب والنزاعات الطبيبة سوتي البريطانية من أصول ماليزية في طب الحروب والناس ودي أفتح هنا قوس فيما يخص الناس ممكن تقول والله دكتور غسام بوستة هو طبيب تجميل والطبيب التجميل هي خلنقول مهنة متعلقة في الحياة المادية إلا أن في علاقة بين طب الحروب والتجميل أنا ودي أبحث في هذه الفكرة أنت ليش تخصص في طب التجميل وشنو علاقتها في الحروب الدكتورة سوي اللي هي أصبحت صديقة حميمة أنا أذكر لما كنت بكلية الطيب الدكتورة سوي يانج تطوعت في خلال حصار بيروت شهدت مجزرة صبرة وشتيلة كانت بمستشفى غزة بصبرة لما صارت المجزرة وبعد المجزرة بالانتفاضة الأولى تطوعت واشتغلت بمستشفى الأهلي اللي أنا اشتغلت فيه هاي السنة خلال الانتفاضة الأولى وصار لي الفرصة والشرف أنه أنزل أنا وياها على غزة خلال حرب 2008 2009 ف وكمان الصدفة أنه اشتغلت أنا وياها بنفس المستشفى ببريطانيا وقت تفجيرات النظام قطارات المترو بلندن بالأندرغروند لما صار فيه عدة انفجارات للأندرغروند ب2005 كنا بنشتغل بنفس المستشفى واجه على المستشفى أكثر من 200 جريح من التفجيرات فسوي جسديا هشة يعني طولها أربعة قدم سيدة صينية ولكن قوة العزيمة والإصرار التفاني المذهل حتى اليوم لا القضية الفلسطينية أنا مش بس لقيتها ملهمة لحياتي بس كل اللي بيقابلها بيلاقيها إنساني ملهمة وكجراحة كجراحة حروب هي جراحة عظام كجراحة حروب من يعني من أكثر الجراحين اللي أثروا بأدبيات العلمية والأبحاث العلمية لجراحة الحروب كتبت عدة كتب طبية بجراحة الحروب ما تزال يعني قوة عزيمتها بالرغم إنها صارت بمنتصف السبعينات بتأثر إيجابيا على حياتي وعلى حياة عائلتي أما جراحة التجميل فهو هذا الجراحة التجميل مرتبطة بذهنية الناس بالكوزماتيك سيرجري ولكن هي فيه جزء أساسي منها ترميمي الحمد لله من الأشياء اللي تمكنت أني أقدر أعملها أكاديميا لأنه لما انتقلت للجامعة الأمريكية ببيروت كان في لي أول مرة بحياتي قدرة أني أربط الجزء الأكاديمي البحثي بجراحة الحروب لأنه الجامعة الأمريكية كان بسبب تاريخها كالمستشفى الأساسي بالحرب الأهلية وبالاجتياحات وبحرب 2006 صارت مقصد للجرحة التفجيرات بالعراق وبعدين بال2011 للجرحة السوريين من الحرب السورية فكان فيه جزء أكاديمي بالعمل اللي قدرت أعمله بالجامعة الأمريكية ببيروت فسمح لي أني أطور فكرة الجزء الأساسي من دور جراح الترميم والتجميل بأدبيات جراحة الحروب خاصة العلمية ومكني ومكني وجودي بالجامعة الأمريكية أنه يعني فيه كتبين بس موجودين كتب طب موجودة عن ترميم إصابات الحروب واحد لترميم جرح الحروب والتاني اسمه ترميم علاج أطفال الحروب هدول الكتبين يعني الحمد لله ربنا وفقنا أنه قدرنا نكتبهم بناء على هاي التجربة فالواحد بيحس أنه هذا العشر سنين اللي قضيتها بالجامعة الأمريكية سمحت لي أني أحاول أاخد جراحة التجميل أكتر باتجاه أنها جزء أساسي من ترميم إصابات الحروب ناك تكتور أنت ذهبت إلى الانتفاضة الثانية والحروب علمنا عنها وظليت فيها قبل ما نديش فيه طوفان الأقصى أنا همني بالشكل الأساسي أن نحن نفهم السياق العام للقطاع الطبي في فلسطين سواء تكلمنا عن الضفة الغربية أو القدس أو غزة وليش هم منعزلين عن بعضهم أنا بيفهم الجو العام للقطاع الطبي وكيف اليوم في محاولة بشكل مباشر لتفكيك هذا القطاع الطبي وتفاصيلها نحن نقلقع يحاولون نفككونه وليش قاعد يفككونه القطاع الصحي الفلسطيني بسبب الاحتلال كان في سياسة اللاتنمية متعمدة إسرائيليا عدم الاستثمار بالقطاع الصحي مشان يستفيد القطاع الصحي الإسرائيلي من المرضى الفلسطينيين بعد وبعد حرب الخليج الأولى فيه صار فيه فصل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية وفقدت الناس القدرة على أنها تنتقل بحرية من قطاع غزة للقدس للضفة الغربية قبلها كان عادي كان قبلها عادي ومشان هيك كان مستشفى المقاصد اللي هي الكويت كانت أحد الممولين الأساسيين وتم ابتعاث أنا أذكر بالتمانينات لما تم تأسيس مستشفى المقاصد بالقدس أطباء مستشفى المقاصد كانوا مبتعاثين من من دولة الكويت من وزارة الصحة بالكويت كموظفين كموظفين لوزارة الصحة بالكويت منهم الله يرحم الدكتور مصطفى عبدالشافي أخول الدكتور حيدر من فكانت المستشفى المقاصد هي المستشفى الأساسي التخصصي وكانوا الجرحة والمرضى يجوا من الضفة الغربية ومن غزة لمستشفى المقاصد بداية عملية تقسيم وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة بدت بخلال حرب الخليج واستمرت وازدادت وطيرتها لما صارت اتفاقيات أوزلو ساعدت الإسرائيلي أنه يضاعف هذا الفصل كيف نظام البورميت البورميت لما بدك تنتقل من غزة لضفة الغربية أو تنتقل من غزة للقدس بدك تقدم على تصريح تصريح من السلطات الإسرائيلية من الأجهزة الأمن الإسرائيلية للخروج من قطاع غزة حتى لو مريض ونظام التصريح هو الجزء الأساسي اللي إسرائيل يعني كانت بتخنق القطاع الصحي لأنك حرية التنقل المرضى والطواقم جزء أساسي من احتياجات نمو القطاع الصحي فإذا أنت منعت المرضى أن يروحوا من غزة للقدس أو من الضفة لغزة ستجبر القطاع الصحي أن يعمل قطاع صحي منفصل بقطاع غزة وبعدين قطاع صحي آخر منفصل بالقدس الشرقية وقطاع صحي منفصل بالضفة الغربية فتحتاج ثلاث أضعاف الموارد بالضبط وما حيكون في عندك الموارد البشرية أنك تخلق هذا خصوصا بهرمية القطاع الصحي اللي هو المستشفيات التخصصية بتكون أقل عددا لأنه بتحتاج أكتر موارد فأنت عم تخلق ثلاث قطاعات صحية بدل ما تخلق قطاع صحي واحد متكامل وأكتر فعالية فإحنا خلال سنين أوزلو تضاعفت ومع وجود بالرغم من أنه الملف الصحي كان أول ملف استلمته السلطة الفلسطينية خلال أوزلو فشلت السلطة الفلسطينية بخلق قطاع صحي لعدة أسباب أنا برأيي جزء منها مرتبط برؤية السلطة الفلسطينية لمكتسبات الدولة أو لقشور الدولة فكان التركيز على المنشآت مش التركيز على التنمية البشرية كان التركيز على العلاج بدل بأي ثمن عن طريق التحويل الخارجي بدل من التركيز على خلق قطاع صحي وظيفته مقاومة التجزئة ومقاومة السياسات الإسرائيلية فبعد بعد 2006 والحصول الحماس لسدة السيطرة الأمنية والسياسية على قطاع غزة الحصار تزايد الحصار خلى الإسرائيلي يتحكم بكل مفاصل ما يدخل وما يخرج لها قطاع غزة وصار يستخدم الحصار لخلق قطاع غزة ولقتل قطاع غزة وكان الحصار الموارد الطبية وحصار خروج المرضى للعلاج جزء من جزء أساسي من سياسات الحصار يعني أعطيك مثال بسيط جدا بغرفة العمليات العمليات الجراحة العظام في جهاز أشعة تحتاجه إنتجوها العملية مشان لما الجراح العظام يحط البراغي أو السلوك بيقدر يعمل هذا ويشوف إذا رجع العظم محلة منظمة أطباء بلا حدود هي من أكبر المنظمات الإنسانية بالعالم كان بدها تدخل جهاز واحد من هذه الأجهزة لمستشفى العودة بجباليا أخذ إدخال الجهاز 18 شهر شاندخل جهاز الأساسي هذا بس أكسري مش رانين مغناطيسي ولا سيتي سكان بس جهاز أشعة بداية بأي وقت كان لستة الأدوية اللي بتحطها منظمة الصحة العالمية بس تلتها موجود بقطاع غز الجانب الآخر من الحصار والخنق إنك أنت 40% من المرضى كان ينرفض تصريحهم ومنهم مرضى سرطان وبيتوفوا كانوا بسبب عدم قدرتهم للوصول للقطاع الصحي الفلسطيني بالضفة الغربية أو بالقدس بس شنو كان يقول الإسرائيليين انتما ينرفض وخليك من الطلب ليش ينرفض هذا ممكن بس مرفوض الأجهزة الطبية لما يكون في منظمات عالمية تدعم مثلا منظمة أطباء بلا حدود ما عندهم نوع من السلطة من الضغط إنه ليش قاعدين رفض هذا الجهاز ويحاولون يدخلون بشكل أسرع شنو كانت شو أبي تفاصيل الأفكار هذه شنو يقول المقابل في طريقتين في طريقة هي إنك أنت بتقول أي شي مش عاش بك إياه إنه هذا مزدوج الاستعمال ديوليوس إنه أنا ما بقدر أعطي يعني هلأ بهاي الحر إسرائيل تمنع دخول في غرف عمليات متنقلة بتركات على الطاقة الشمسية ما نعى دخولها لأنه قررت إنه شرائح الطاقة الشمسية ممكن للاستعمال المزدوج مثبتات الكسور الحديثة معمولة من الجرافايت ممنوع تفوت لأنه الجرافايت يعتبر ديوليوس أي سبب يدورونا علشان ما يدخلون أو الاستخدام البيروقراطية لخنق أي طلب يعني هو بيقول لك أنا لا أنا ما قلتلك لا أنا عم بستنى بدرس الطلب تاعة 12 شهر 20 شهر وأنا عم والجزء الثالث الجزء العام هو خنق الاقتصادي لقطاع غزة وجعل الحياة صعبة بقطاع غزة لإقناع الكوادر الطبية بالهجرة يعني السياسات الإسرائيلية الطاردة ل الكوادر الطبية اللي هي دائما عندها القدرة إنها تشتغل برة قطاع غزة هذا كان جزء كمان من السياسات هلأ من الأشياء الإيجابية اللي صارت اللي قدرت موزارة الصحة تعملها خاصة بعد حرب 2008-2009 هو إنه صار فيه استثمار كتير بالكوادر البشرية وابتعاث لأطباء لخارج فلسطين للتخصص فصار بدأ يرجع قبل الحرب آخر سنتين قبل الحرب كتير من الكوادر اللي تم ابتعاثها لقطر لمستشفى حمد للتخصص أو للأردن أو لماليزيا فكان صار فيه استثمار وصار فيه بدأ ترجع الكوادر خلال المرحلة الأخيرة قبل الحرب تمنى يقصر لك الصوت تحسر عادة هامية طيب دكتور احنا نتكلم ليش مهم للكيان الصيوني تدمير القطاع الصحي بالنهاي القطاع الصحي ولا الطبي ما يشكل تهديد كسلاح ما في أي نوع من التهديد المباشر اللي ممكن يكون في أي نوع من العمليات اللي تهدد الحياة الإسرائيلية بس ممكن في قراءة ثانية فأنا بأفهم ليش مهم بالنسبة لهم أن يفققون هذا القطاع في جزئتين الجزء الأساسي هي التدمير أي مؤسسة يعني الإسرائيلي بيرى بكل مؤسسة أنه هي ممكن تكون نوالة دولة أنه القطاع الصحي الفلسطيني هو نوالة دولة فلسطينية فالتدمير وتفكيك هو جزء أساسي من تدمير وتفكيك الدولة الفلسطينية الجزء الثاني هي أنت الهدف من غزة أنك تدخلها بعالم أقل من الحياة وشوية أكتر من الموت يعني خلال سنين الحصار تبقى حياة الفلسطيني بقطاع غزة برزخ ما بين الحياة والموت للكارثة أنه في قرار إبادي هلا أنه يصير حياته داخل الموت بس بخلال المنطقة المرحلة التحضيرية للمجزرة التي صارت هلا هي إبقاءه بين الحياة والموت مش يموت ولكن مش يعيش هذا القطاع الصحي جزء أساسي من أحد الأدوات لإبقاء هذه الحياة موجودة طيب لولا بنقارن بين الأبرثايد أو التمييز العنصري اللي حصل في جنوب أفريقيا والتمييز العنصري اللي حصل اليوم في فلسطين وناسة تقولك صح هذا تمييز العنصري لكن أنا اللي فهمت أن الأسلوب مختلف كيف ممكن نفرق بين التمييز العنصري اللي حصل في جنوب أفريقيا وفلسطين الفرق الأساسي بين الاثنين والاثنين مبنيين على فكرة أنهم استعمار استيطاني أوروبي أنه رأس المال جنوب أفريقي كان يحتاج اليد العاملة الأفريقي الجنوب الأفريقية للعمل بالمناجم فكان العامل الجنوب الأفريقي يجب الحفاظ عليه صحيا كحد أدنى ليكون فعال اقتصاديا بخدمة احتياجات سوق العمل الجنوب الأفريقية الحركة الصهيونية فصلت اليد العاملة الفلسطينية عن الاقتصاد قبل الـ 48 حتى الاقتصاد اليهودي وبعدين اقتصاد الإسرائيلي منذ البداية فالرأس المال الإسرائيلي لا يحتاج اليد العاملة الفلسطينية لا يقدر يشتغل أو ينجح حتى أو يخرج المربح فأنا برأيي اللي عم بيصير هلأ الإبادة جذور أو بذورها بهاي الفرق إنه الإسرائيلي كان من بدايته مشروع الصهيوني كان عنده نزعة إبادية أكتر من المشروع البريتوريا بجنوب أفريقيا بسبب عدم حاجته للأيدي العاملة الفلسطينية فهو كان أقرب لا الاستعمار الاستيطاني اللي صار بأمريكا أو بأستراليا يعني بأمريكا لما تشوف إيش صار أبيد السكان الأصليين وثم تم استحضار أفارقة كعبيد مشان يعملوا اللي ممكن كان يعملوا إذا استم كان ستمكن من الاستعباد السكان الأصليين بس كان ضروري إنه يبادل الإنسان الأصلي وبعدين تجيب أيدي عاملة رخيصة كعبيد وإسرائيل أقرب للموضل الأسترالية والأمريكية من هي للموضل جنوب أفريقيا نحن 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 بأسأل السؤال فيما يخص القناصة القناصة الإسرائيلية لما كانوا لا زالوا طبعا بس قبل 7 أكتوبر كانوا يستهدفون الفلسطينيين في المفاصل ليش ما كانوا يذبحونهم بشكل مباشر ليش يستهدفونهم في المفاصل لو تذكر خلال مسيرات العودة اللي هي مرحلة على مدى سنتين من 2018 من المظاهرات الأسبوعية على مناطق الأسلاك الشائكة اللي بتفصل قطاع غزة عن فلسطين 48 هاي المظاهرات وزي ما قلت الغريب فيها انه تم استهداف 8000 معظمهم شباب شاب فلسطيني من القناصة بالأطراف مش بقصد القتل ولكن بقصد الإعاقة وكان الفكرة مرتبطة باللي حكينا عنه عن هذا البرزخ المرتبط بمجتمع بعيش حياة منطقصة وهدول المرضى يعني الإصابة كانت بالغة ومعقدة لدرجة انه إعادة ترميمها وتأهيلها كان ياخد 3-4 سنين من العمليات المتواصلة تقريبا مرات 8-12 عملية بيعملها كل جريح مشان ما يفقد الطرف فكان جزء من سياسة الحصار والتدمير هو هذه سياسة الإعاقة إحداث الإعاقة وإحداث التشويه وإحداث الإصابة المستدامة لإلهاء المجتمع بالبقاء فكرة الإسرائيلي إنه أي مجتمع بصارع لأجل البقاء ما حيكون مبادر لمحاولة الثورة أو محاولة التمرد أو محاولة التحرير فيكون مشغول بس أن يعيش بالضبط هل هذا قاعد يمشي الحل مع الفلسطيني؟ هذا ما نفع هذا الإسرائيلي خلاه يتوجه لحل الإبادة أنا برأيي الإسرائيلي فيه شغلتين صار فيه تطور طبيعي للمجتمع الإسرائيلي مع عنصريته ومع فاشيته باتجاه الحل الإبادي أو الحل النهائي وكان كمان بغذي قناعة عند الإسرائيليين بفكرة بني موريس بني موريس كان مؤرخ صهيوني أول كتاب عن أصل أزمة اللاجئين الفلسطينيين ومن الأول الإسرائيليين اللي بدأ يوصف في مجازر الثمانية وأربعين ولكن عمل مراجعة بعدها بأظن بعشر سنين وقال أنه الغلطة القاتلة اللي ارتكبتها الحركة الصهيونية اللي حتتؤدي إلى انهيار المشروع الصهيوني هي بترك الفلسطينيين بقطاع غزة والضف الغربية وبالجليل وأنه الشيء الوحيد اللي حينقذ المشروع الصهيوني هو إكمال ما قامت به كل مشاريع الاستيطانية عبر التاريخ اللي هي أنه القضاء الكامل على السكان الأصليين فأنا برأيي صار في قناعة عند الجمهور الإسرائيلي وعند القيادات الإسرائيلية والنخب السياسية الإسرائيلية بالوصول للذهنية الإبادية أو المرحلة الإبادية اللي إحنا عم نشوف تجلياتها هلأ بحرب غزة هذا من ديش فيه الحين دكتور أنت ما أول مرة تدش وما أول تعبر المعبر المعبر رفح ما أول مرة وأنا ودي أعرف شون تتلقيت الخبر وين كنت وأبي تأخذني معك بالرحلة هذه من أول ما تلقيت الخبر وأنت دشيت حتى عقبها بأربعة أيام ولا ثلاثة أيام زين شون قدرت تدش بعد ثلاثة أيام من حرب سبعة أكتوبر وين تلقيت الخبر أنا أذكر صباح سبعة أكتوبر زي معظم الناس حطيت التلفزيون وعن بأشتغل بالبيت وشو بتطلع ومش عادر أستوعب حجم اللي صار ما قدرت تستوعب وأنت عندك خبرة آآ بس العبور المقاتلين الفلسطينيين لا بالسبعة أكتوبر أول يعني فاجأني زي ما فاجأ الكل حجم العبور حجم الانهيار الإسرائيلي اللي صار حصل الانهيار دكتورنات بخبرتك أنا برأيي حصل الانهيار وهو اللي اللي أدى إلى اللي شفناه من تضامن غربي مع الإسرائيليين يعني حجم الانهيار المؤسساتي والفردي اللي صار آخر يوم السبت توصلت لقناعة بحجم أو استوعبت حجم اللي صار وتوصلت لقناعة أنه ردة الفعل الإسرائيلية حتكون عنيفة لأنه الإسرائيلي التدمر تم تدميره بسبعة أكتوبر هو قدرته على إحداث الرعب بقلوب مش بس الشعب الفلسطيني شعوب المنطقة فكان على الإسرائيلي أنه يعيد هذا الرعب عن طريق حرب إجرامية يتغول فيها بالدم الفلسطيني فيوم السبت تواصلت ليلة السبت تواصلت مع أطباء بلا حدود مع دائرة الشرق الأوسط اللي أنا دايما بتعامل معها وكنت معها بحرب الواحد وعشرين وبعدين بالموصل اشتغلت معها وكم الاتفاق بما أني بقدر لأنه عندي هوية فلسطينية أفوت عن طريق معبر رفح أحاول أفوت عن طريق معبر رفح وأنه أتحرك بسرعة قبل ما يسكر المعبر الأحد الصبح كان واصل الإيميل اللي فيه التذكرة على الساعة الثلاثة أخذ طيارة لندن القاهرة وعلى العشرة بالليل كنت بالقاهرة العبور من القاهرة لمعبر رفح بتم عن طريق تكاسي لشركة مرخصة على الساعة الثلاثة تحركت السيارة من القاهرة لمعبر رفح وعلى الثمانية الصبح يوم الاثنين تسعة أكتوبر كنت على بوابة معبر رفح على التسعة بتفتح المعبر دخلت من أول الناس اللي دخلتوا كنا بجموعة ستة سبعة أفراد كانوا هني بس يعني على سفر ورجعوا على غزة وعلى ساحة داعش كنت عبرت الجانب المصري ودخلت على الجانب الفلسطيني وخلصت وكنت بسيارة تاكسي بتجه لقطاع غزة في حرب عادي دخلوك في حرب مش عادي يدخلوني كان فيه سرعة بالإدخال لأنه بدهم يسكرون أنه عارفين أنه يعني مرحلة وقت وحيصير فيه استهداف المعبر وحيتسكر المعبر بس بدهم يخلصونا بالعكس يعني سهلت الدخول لأنه حسيت أنه الموظفين بس بدهم يخلصوا هالسابع ثمان أفراد ويخلصوا وليش رحت حاج ليش رحت مستشفى الشفاء بالتحديد خلال السنة ونص اللي سبقوا الحرب كنت عم بشتغل على مشروع لإنشاء برنامج تدريبي تخصصي بجراحة التجميل بالشفاء فكان عندي معرفة كتير دقيقة بقدرات الجراحين ومستويات المختلفة بقسم الجراحة التجميل وعلاقة يعني علاقة حميمة مع زملاء وأصدقاء اشتغلنا مع بعض من حرب 2014 بعضهم بعرف من حرب 2014 فكان القرار أنه ببدأ بالشفاء وبعدين بعدها بصير التنصيق أنه إذا بيحتاجوني أروح على مستشفى ثاني وقتها منقدر نروح على مستشفى ثاني في اليوم الخامس كان في 1100 شهيد وتقريبا 339 مصاب وهنا كان أول تحذير تطلقها للطواقم الطبية من فقدان القدرة على التعامل مع المصابين وأيضا كان فيه داعي الشهيد من الطواقم الطبية وانت كانت معك بخامس يوم لماذا تم اطلاق التحذير من الطواقم الطبية بعد خمس أيام يعني لأنه القدرة الاستيعابية لكل القطاع الصحي كانت 2500 فأنت يعني تعديت القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي بالضعف وكل وقت استوعبنا أنه اللي عم بيجي علينا مش فيضان موجة صنامي من الجرحة والشهدة إذا استمرت تفوق القدرة الاستيعابية بأي بأي أو قدرة القطاع الصحي للتعامل معها يعني أنا أذكر مستشفى الشفى اللي هو أكبر مستشفى وعنده 600 سرير خلال يومين ثلاثة كانوا الأسرة مليانين وبدأنا نحط مرضى على فرشات بالكوريدورات تاعت المستشفى من البداية من أول أسبوع وبدأ ينفذ بعض المواد اللي بنحتاجها يعني في أحد مواد التعقيم كانت نفذت بأول أسبوع من العدد الهائل للجرحة والحروق والمصابين هل هذه اللحظة اللي انت عرفت فيها أن هذه الحرب مختلفة عن الحرب الحرب السابقة أو لالحين أنت ما كنت حاس أن هذه مختلفة أنا من أول يوم أنا لما وصلت على غزة على مدينة غزة بصباح أو منتصف نهار الأثنين تم استهداف حي الرمال اللي هو الحي اللي فيه منزل العائلة واضطريت أنزح خلال نصف ساعة من وصولي لبيت بنت عمي وظلينا طول الليل ببيتها ما قدرت أوصل لمستشفى الشفا بسبب القصف العنيف لحي الرمال عادة حي الرمال بس مش بهذا الحجم يعني كل دقيقة كان فيه وكان من كتر ما بتحس البيت بهز توعبت أنه فيه مش قصف فيه تدمير منهجي لكل المنطقة فلما صحيت الصبح يوم الثلاثة عم بحاول أمشي من البيت لمستشفى الشفا بديت أشوف أثار التدمير استوعبت أنه هذا التدمير يختلف عن حرب الأربعة عشر اللي هي كانت أسوأ الحروب أنه كل منطقة الرمال تدمير يعني تدمير أحياء كاملة كان فيها من ليلة واحدة أنت أسرتك في منطقة الرمال والحي الرمال نعم وانت الحين كطبي لكن نفس الوقت قاعد يخصفون الشارع اللي أنت ساكن فيه عندك غزاوي كفلسطيني شون تصرفت إذا تسمح لي ليلتها يعني ظلينا بالبيت ما قدرنا ما قدرنا نطلع كنت بنت عمي وأولادها وأحفادها بالبيت كانت مهمة ومهمة الكبار بهاي الحرب بس يعني تهدئ تروع الأطفال من الخبط والاهتزاز اللي بيصير فصباح يوم الثلاثة لما صار فيه شوية هدوء على طول أخدت الفرصة أني أطلع وأمشي على مستشفى الشفا ودخلت مستشفى الشفا ولم يعني على مدى أربعين يوم بس كنت عم بتنقل داخل المستشفيات لم أرى أحد من أقاربي لم أخرج من القدر بتنقل من مستشفى لمستشفى بسيارة إسعاف يعني دخلت بهالحرب جوه القطاع الصحي وما قدرت أطلع منه في اليوم الثامن ارتفع عدد وآلاف الإصابات وأيضا حصل انقطاع الكهرباء حيث انقطعت الكهرباء عن كل قطاع غزة في اليوم الثامن بشكل كامل ولم تعد بعدها ما أثر ذلك ولا ما أثر انقطاع الكهرباء على المستشفيات والحياة في غزة بشكل عام يعني كان انقطاع الكهرباء مرتبط كمان بالحصار الشامل اللي أعلنوا الإسرائيلين بثمانية أكتوبر بمنع دخول الوقود فانت بتقطع الكهرباء وبتمنع دخول الوقود مشان تدمر منشآت الصرف الصحي تخلي المستشفيات تعتمد كاملة على الوقود مشان لما ينفذ الوقود تقدر تدمر عمل مستشفيات يعني بمرحلة ما بليلة أذكر الإسرائيليين استهدفوا بس شرائح الطاقة الشمسية على المستشفيات مشان كل المستشفيات ما يكون عندها قدرة تشغيلية إذا لما ينقطع حتى الطاقة الشمسية حتى الطاقة الشمسية مشان لما ينقطع الوقود توقف المستشفى فكان أحد الأسلحة الأساسية بتدمير القطاع الصحي في اليوم الثامن أيضا واليوم التاسع طلب الاحتلال إخلاء المستشفى العودة تمهيدا لقصفه وأيضا قرر مستشفى الميداني الأردني مغادرة قرر مستشفى الميداني الأردني مغادرة القطاع لكن اليوم التاسع أول يوم يبلغ فيه الجيش لاحتلال 22 مستشفى ومؤسسة صحية بنية استهدافها وأعلنت الأخيرة رفضها لإخلاق أول شيء كنتوا تتلقون هذه التهديدات ليش رفضتوا لإخلاق قبل بيومين من تهديد مستشفى العودة تم طلب مني أني أنتقل لمستشفى العودة من قبل الأخوة بمستشفى العودة مستشفى العودة مستشفى متوسط الحجم لأحد المنظمات العمل المدني بغزة موجود بالشمال بمخيم جباليا وكنت اشتغلت فيه بالانتفاضة الثانية وبحرب الواحد وعشرين وخلال مسيرات العودة وكان فيه وحدة ترميم أطراف تابعة لأطباء بالحدود بالشراكة مع المستشفى فكان إلي أنا يومين بالمستشفى لما كنت عند الدكتور أحمد المهنة اللي هو مدير الطبي للمستشفى واللي هلأ معتقل عند الإسرائيليين لما طلق المكالمة من الجيش الإسرائيلي مكالمة؟ تلفونية معاك الجيش الإسرائيلي معاك ساعتين لإخلاء المستشفى أو حيتم استهدافها وأنا كنت معاه بالغرفة قال له يعني كيف نخلي المستشفى المستشفى مليانة جرحة يعني مش هنقدرنا واصلين 9200 جريحة في غزة بالضبط أنا مش هقدر أخلي المستشفى قال له إذا نحن هنستهدف المستشفى وبعد ما خلصت المكالمة صار فيه نقاش بيننا يعني داخل المستشفى وبعدين مع وزارة الصحة لبلورة موقف وطني لهذه الظاهرة ظاهرة إخلاء المستشفيات وكان فيه قناعة عند الجميع إنه أحد مقدمات التطهير العرقي هي إخلاء المستشفيات يعني مخيم جباليا لن يصمد إذا أنت أخليت مستشفيات مخيم جباليا فاكفان فيه أنتم مطلوب منكم حتى وعي سياسي أيضا يعني تتعرفون إن شنو المقاصد هذه التحديدات ما هي الغريب بالإسرائيلي إنه كان كتير بسبب 75 سنة من الدعم الغير مشروط من القوى الغربية كان عند الإسرائيلي ظاهرة غريبة بهذه الحرب إنه كان بيصرح بكل وضوح عن ما يريده من هذه الحرب اللي هو إخلاء غطاء غزة من سكانه وطرد سكان غزة فكان فيه قرار إنه ما هتخلي واحدة من المستشفيات وهذا تكرر بعدة مستشفيات وبما فيهم الأهلي حتى يوم استهداف الأهلي كان فيه تهديد إسرائيلي فاللي صار إنه كان فيه قرار إنه بننقل المرضى اللي عملنا لهم عمليات للشفا وبيبقى مستشفى العودة مستمر بعمله وكان بعدين صار فيه تهديد لمستشفى الشفا وسردية مستشفى الشفا ومستشفى الأهلي تم تهديده ويوم القصف تم تهديده أنت قاعد تتعامل مع كيان ليس له ذرة من المرؤة ومستعد يسوي أي شيء مع ذلك أنتوا بغيته فأنتوا ما كان عندكم مشكلة من حيث المبدأ وشنو كان الرد لا إما راح نطلعته بتقصفون قصفه إنه يعني لا نريد وغيره ممكن ما كانوا يقولون لكم أنه في المستشفيات في حماس موجودين ومن هالكلام ما كانوا يقولون لكم أنتم في المقابل ما كانوا يكملون بنفس السردية ولا الكلام الداخلي مختلف يعني ما كانوا يقول لكم يات تطردون حماس أو كذا ولا هم عارفين أصلاً الحماس مش موجود لا كانوا عارفين أنه ما في حماس فما كان فيه نقاش يعني أنا أعطيك مثل وهذا اللي صار بمستشفى الأهلي ويوم ما وصلت لمستشفى الأهلي يوم المجزرة أخبرني فيه الدكتور ماهر عياد اللي هو المدير الطبي لمستشفى الأهلي اتصل فيه الضابط الإسرائيلي نفس الرسالة اللي أعطاها لأحمد مهنة أعطاها لماهر عياد أنه بتخلوا خلال ساعتين إذا ما أخليتوا حنستهدفكم لما ما أخلى مستشفى الأهلي ضربوا الإسرائيليين صاروخين على الحائط الخارجي للمستشفى تهديد تهديد ورجع نفس الضابط اتصل بالدكتور ماهر عياد يؤنبوا أنه أنا قلتلك أنك لازم تخلي هدول الصاروخين بس تهديد المرة الثانية حنضرب جوهر المستشفى أنت تتحمل مسؤولية الناس اللي حتموت بسبب رفضك لإخلاء المستشفى هذا الشكل يعني يحملونك مسؤولية عنفهم طبعا ومش بس هيك السردية الخارجية أنه إخلاء المستشفيات كان عمل إنساني لحماية الجرحى من الإصابة يعني نفس السردية اللي هلأ أنه على العالم أن يتدخل لمنح اللجوء لسكان قطاع غزة لحمايتهم من المجزرة ففكرة أنك أنت بتصيغ جريمة حرب كتدخل إنساني المفارقة البجاحة لما تكون عندك الإحساس الهائل عند الإسرائيلي لما دخل هاي الحرب هو إنه هو فوق القانون لأنه هو محمي محمي أدمر حتى لما يعترف بإرتكاب الجريمة أو يعلن عن نيته لإرتكاب الجريمة ومش بس بيعلن عن نيته لإرتكاب الجريمة بيعلن عن الأسباب اللي هو بده يرتكب فيها الجريمة هو عنده إحساس إنه تحالفاته مع مش بس الحكومات الغربية مع المؤسسات الغربية مع الإعلام الغربي حت تعطي حصانة ضد أي ملاحقة قانونية أو ملاحقة سياسية بعد الحرب مشان هيك الإسرائيلي نتنياهو حكى عن الأملك وزراء حكوا عن إنه دختر أظن حكى عن إنه هاي النكبة رقم اثنين اللي بده يضرب غزة بقنبلة نووية اللي بده يهجر سكان غزة اللي بده يستخدم الأمراض الوبائية لإبادة سكان يعني الإسرائيلي كتير كان واضح بهذا وهذا اللي سهل عمل الفريق الجنوب الأفريقي بمقاضات إسرائيل بمحكمة العدل الدولية إنه إسرائيلي كتير كان واضح أو بجح يعني زي ما بتحب هذا إنه يكون بنوايا طيب دكتور ما كان فيه أي نوع من وجود حماس في المستشفيات أنا أقصد أنه مو تشكيكا لكن توثيقا أكثر شيء ثاني هل فيه لما شدت شدايدها على قولته وصار الوضع أصعب وأصعب ما كان فيه بعض الأمور أنا سألت حالي نفس السؤال إنه يعني خلال الحرب وبسبب 30 سنة من جراحة الحروب الواحد في عنده يعني صار يقدر يشوف ويعرف طريق التصرف المقاتل حتى المقاتل النظامي أو الغير النظامي فيه بتصرف بطريقة مختلفة عن بقية الناس فكنت عم بتسأل طب فين الجرحى المقاتلين يعني وتوصلت لقناعة أنه حماس كان عندها أو المقاومة عندها نظام صحي عسكري مثلها مثل الجيوش النظامية منفصل عن القطاع الصحي موجود معظم يعني أكبر الاحتمالات داخل الأنفاق لأنه خلال المرحلة حتى جرحى المقاتلين ما كنا نشوفهم وبسبب الاستهداف ما كان فيه وجود مسلح علني بالشوارع ما كان فيه لا لأنه بيعرفوا أنه اللي بتيجي المسيرة وبتستهدف أي واحد حامل حتى سلاح شخصي يعني فما لما تتنقل بين لهذا ما بتشوف وجود علني في اليوم العاشر المعركة استهدف طائران لاحتيال مستودعات وكالة الأنروة بما تحتويه من مواد غذائية ومساعدات هذه عملية واضحة لتجويع الفلسطينيين أنا ودي هنا أفهم أن الأكل والشرب نفس الوقت تم استهداف الموارد في المياه الجوفية أنا ودي نفهم الحين حالة الماء والأكل بشكل عام قبل 7 أكتوبر وشلون تضاعفت هذه المشاكل عندما استهدفت هذه الأماكن قبل 7 أكتوبر لو بتتذكر قبلها بسنة أو بسنتين أعلنت الأمم المتحدة أنه 97% من المياه الجوفية بقطاع غذة غير صالحة للاستهلاك الأدمي والمجموعة الأوروبية بنت مجموعة من مراكز تحلية المياه البحر مشان تزيد المياه الشرب بقطاع غذة هذه المراكز تحلية المياه تم استهدافها في بداية الحرب وأنا أذكر أنه الأثر علينا كان أنه الواحد كان لما ياخد شاور يحس حاله عم بتحمم بمية بحر وأنه أجهزة تعقيم تاعة المستشفى جزء منها بطل يعمل بسبب ملوحة المي اللي بيعتمد عليها بتعقيم الأجهزة الطبية الطعام في بداية الحرب يعني كان الإسرائيلي أعلن بأول يوم من الحرب بثمانية أكتوبر أنه في حصار شامل فكان كل الاستهلاك اللي بيصير استهلاك لا ما هو موجود بقطاع غذة استهداف المناطق الزراعية بقطاع غذة كان من يمنع حتى الوصول للمنتوج الزراعي طاع قطاع غذة فمن البدايات كان فيه كل يوم كان أصعب من اليوم اللي قبله كان فيه شح متزايد كل مرة بتروح على الدكان أو على السوفر ماركت بتلاقي أقل الأقل أنا أذكر بالأسبوع الثالث أو الرابع رحت على واحدة كان بطريق كنت عم بروح ما بين الشفا والأهلي بسيارة إسعافة مرينا قدام سوفر ماركت كان فاتح فقلت للسواء بس لا أنزل أقدر أجيب لي كم شغلة إذا فيه موجود سوفر ماركت لأنني أنا عندي حساسية بعض الأشياء بعض المواد الغذائية فبحتاج أعود فتت على سوفر ماركت من الأكبر سوفر ماركتات غزة كان فيه شامبو وكان فيه شوكولاتة للضيافة يعني وشويبس وبزر وبس والباقي كان فاضي فكان من أولها كل يوم بتحس حالك يعني كل إشي كان بيزداد شحن بالحرب المواد الطبية الأدوية والطعام تحس حالك كل يوم أنك أنت بي تفقد الأساسيات وبرمال متحركة وعم تغرأ زيادة كل يوم أصعب كل يوم أقل مواردك يوم 17 أكتوبر 11 من المعركة ستشهد نحو 500 فلسطيني في مجزرة هي الأكبر للحين جراء قصف مستشفى المعمداني أكثر من 3000 شهيد ككل الحين كمجموع من بداية الحرب استخدمة إسرائيل في مجزرة المعمداني قنبلة اللي يسمها MK84 اللي هو مارك 84 أنا أفهم شنو صار بهذا اليوم أنت بعين طلعت في مؤتمر صحفي تكلمت عن المؤتمر الصحفي أنا المؤتمر الصحفي ممكن أي أحد رجعنا في اليوتيوب يتكلم عنه لكن أبي أفهم أنت وين كنت أنا اللي فهمت أنت كنت قاعد تجري عملية في نفس المستشفى ليش رحت مستشفى المعمداني أنت كنت مستشفى الشفى شوان وصلت مستشفى المعمداني وش اللي صار في هذه الليلة اليومين اللي صبقوا المجزرة من كتر الضغط اللي علينا بالشفى من ناحية أعداد الهائلة من الجرحة صار فيه إحساس أنه بدنا نحاول نخفف ضغط الجرحة لأنه غرف العمليات عم تشتغل بطاقة كاملة ومش عم نقدر نخلص من أو نعالج الجرحة بالوقت المناسب يعني أحد أهم الأشياء بإصابات الجروح وإدخال المريض المصاب لغرفة العمليات خلال أول 24 ساعة فلما يكون في عندك مرضى بالشفى لهم خمسة أيام وست أيام من الإصابة بتاعتهم لسه ما فاتوا على غرفة العمليات فكان القرار أنه أنا بروح على مستشفى الأهلي وبحاول أني أصير أخذ مرضى من مستشفى الشفى مشان تخفيف الضغط على غرف العمليات من مستشفى الشفى صباح اليوم إجت سيارة الإسعاف أخذتني من مستشفى الشفى توجهت لمستشفى الأهلي لما وصلت لمستشفى مثل مستشفى الشفى كانت المستشفى تحولت لمركز للعوائل اللي هرباني من القصف فكان باحث المستشفى مليانة أطفال وعيال قاعدة بالزوايا ففكرة المستشفى أنه مأمن يعني بالضبط إنه آمن خاصة المستشفى الأهلي بسبب علاقته بالمجلس الكنائس العالمي وبالكنيسة الإنجلية ببريطانيا فكان فيه إحساس إن هو أكتر مستشفى آمن بديت أعمل عملياتي شفت المرضى عملنا لستة من عشر مرضى بدهم عمليات يومها وعشر مرضى لليوم اللي بعده وبديت أجري عملياتي زي ما ذكرتلك يومها على الساعة 12 جاء الدكتور ماهر عياد المدير الطبي وسهيلة طرزي مديرة المستشفى حكا لنا الدكتور ماهر عياد عن التهديدات ولكن قال إنه صار فيه تواصل مع الكنيسة في بريطانيا وهن أكدوله إنه فيش فيه خطر على المستشفى وإنه بتقدر المستشفى تكمل تقديم خدماتها تمام فقررت إنه أبات بالمستشفى لليتها لأنه كان عندي مرضى كتير ومحتاج إني أبدأ اليوم اللي بعده مبكرا وهي على الستة وربع ستة ونص كنا خلصنا واحدة من العمليات وطلعنا المريض وبدنا نفوت المريض اللي بعده وصار انفجار هائل قبله كان فيه صفير للصاروخ وانفجار هائل ما عرفت إيش فين الانفجار بس كنت عارف إنه بالمستشفى لأنه من شدة الانفجار وقع السقف علينا أول لحظات بيكون الواحد مرتبك مش عارف فين هو عم بيحاول يحس على حاله يشوف إذا أصيب اللي حوالي كتير منهم كانوا أصيبوا من السقف بجروح براسهم وطمنت على الجميع وبعدين خرجت لخارج غرف العمليات وقتها فيه كوريدور بيودي لباحث المستشفى اللي كان فيها الناس اللي شفتها بالنهار وكان مشهد مريع سيارات الإسعاف مشتعلة والنار عم بتضيء العتمة والباحث المستشفى مليانة جثث مليانة جثث ومليانة أطراف مبتورة لسه كنت يعني مش قادر أتوازن وبعدين خلال ثواني درت أروح على غرفة الطوارئ أول ما دخلت على غرفة الطوارئ على يميني كان فيه رجل بستينات فيه عملية إصابة بتر بالفخد بينزف من ما تبقى من فخده أخدت حزامه ربطله إياه على فخدته مشان نوقف النزيف بعدين رحت جبت مصل وركبت له مصل وكمان ركبت له أميس أخدته من واحد من اللي حوالي كمان لمنع النزيف مرة تانية بعدين انتقلت لشخص آخر أنا عم بنتقل الناس بتمسك فيك بتعويل صوت مرعب ناس مصابة جثث شهداء حواليك بكل مكان بعدين فيه شاب فايت شظية برقبته كان عم بينزف من الرقب الشظية فاتت بواحد من الأوعية الدموية عبال ما وقفنا النزيف توقف النزيف تحط إيدك على الرقبة وبتضغط على الوريد مشان يوقف النزيف بعدين إجا أول طاقم إسعاف نقلناه بالنقالة على يعني شلناه وحطناه على النقالة وحملته معاهم لنروح بسيارة الإسعاف وإحنا وطلعين مشينا من الباحة للروح لسيارة الإسعاف ووقتها تبين حجم الكارثة أذكر كان فيه دراع لطفل مبتورة مرمية على الأرض إحنا عم نحمل الجريح لسيارة الإسعاف وانطقلنا لمستشفى الشفاء لغرفة الطوارئ وبعدين تباعا صرت تيجي سيارات الإسعاف بنهاية النهار كان مستشهد 483 وكتير مئات من الجرحة كتير منهم استشهدوا بالأيام تباعا يعني نيستوعبت أنك كون أنك خبرة في الحروب هذا أول مرة تمر في مشهد نفس هذا؟ أول مرة أيها أول مرة تم استهداف المستشفى اللي أنا فيه يعني دائما أنت كطبيب بتكون بالمستشفى بيجيك الجرحى المستهدفين بس أنك أنت تكون جنب جريح أصيب خلال ثواني من وصولك لإله يعني عرفت أنه ما فيه خطوط عمره بالضبط بسبب ومش بس لأنه مستشفى وبسبب هوية مستشفى المعمداني يعني صار عندي قناعة أنه هذا اختبار إسرائيلي للمجتمع الدولي أنه أنا إذا بديت بهاي المستشفى وإدرت وما كان تردد الفعل تجبرني على التوقف أنا بدي أستهدف القطاع الصحي كله دكتور تدري في الإعلام في المقابل صار في حصل حاولوا يروجون لسردية معين أن هذا استهداف من قبل الجهاد الإسلامي وما إلى ذلك لكن أنا ما بديش في السردية هذه أنا ودي أدخل في نوعية لأن هذه السردية ممكن نلغيها بس بفهم نوعية الأسلحة التي تم استخدامها وأنا مثلا مثل الفسفور الأبيض لأن هذا بحد ذاته مفروض ما يستخدم إذا كان في استهداف معي هذا استهداف للشعب يعني في الاستهداف لأكثر من شخص يعني فأنا ودي أفهم نوعية الأسلحة وكشلون ممكن من نوعية الأسلحة نفهم حجم الجريمة يعني أولا يعني أنه الإسرائيلي بتهديده للدكتور ماهر عياد أعلن أنه بده يستهدف المستشفى هذا الجزء الأول الجزء الثاني اللي أنت حتى تفضلت فيه أنه بعد 30 سنة من الحروب الواحد عنده قدرة أنه يقول لك يعني أنا فيه بقدر لما أشوف الإصابة أقول لك إيش مكونات السلاح يعني أعطيك مثل هلأ أي سلاح يا حيكون متفجر أو الجزء الأساسي من وظيفته التفجير يا بيكون حارق الجزء الأساسي منه حارق يا بيكون متشضي الهدف منه أنه إصابة أكبر عدد من الأفراد بمنطقة مكشوفة من نوع الإصابات اللي أنا شفتها يوم الاستهداف وللجرحة اللي عالجتهم بالشفة بعد ما تم نقلهم من مستشفى المعمداني بقدر أقول لك أنه هذا صاروخ متشضي يعني الغلاف الخارجي للقذيفة تتفتت لحلقات معدنية والهدف منها إحداث أكبر عدد من الإصابات بالأفراد بمحيط يعني هذا لا يستهدف المنشآت يستهدف المناطق المفتوحة اللي فيها أفراد وأنت بدك تحاول تأتي الأكبر عدد من هاي الأفراد فيعني الرجل اللي كان مبتور بالفخد عنده بتر بالفخد دائما بالتفجيرات الفجارات المبنية بس على التفجير البتر بيصير بالمناطق الضعيفة من الجسم اللي هي بالمفاصل لأنه أنا متفكر فيها عند الركبة الجسم أضعف عند هذا صار عنده بتر وبتر زي المقصلة بالفخد اللي هو أقوى منطقة بالجسم يعني عظمة الفخد قوية وعريضة عضلات الفخد قوية وعريضة ولكن كان في عنده بتر كالمقصلة بهاية المنطقة الشاب اللي فاتت فيه الشضية شضية حديدية كل اللي حوالي كان فيهم شضايا حديدية مش تراب ورمل من انفجار قذيفة بتفوت جوه الأرض وبعدين بتنفجر زي القذائف العادي يعني هذا الصاروخ بينفجر على طرف الأرض مش بيخترقها هاي تقنية الجيدة هم؟ بالضبط يعني أول ما يهدب ينفجر مشان يتوسع الشضايا أفقيا فما تشوف حفرة كبيرة بالضبط واستخدموا هذه السردية هما علشان يبررون إن هذا مش أه بس ما هو السردية إنه هذا صاروخ فلسطيني وصار فيه ميس فاير أو يعني انفجر مبكرة بتعتمد على فكرة إنه هذا صاروخ معظم الجرحة القتلة فيه بسبب الوقود تاع الصاروخ بس ما كانش فيه ريحة وقود ما كانش فيه حق ما كان فيه مرضى عندهم حرق كلهم كانوا مقطعين غير إنه لما تشوف جريمة الأهلي مع سلسلة الاستهدافات للقطاع الصحي هي جزء طبيعي من الاستهداف المنهجي للقطاع الصحي فيها جزء من صورة أكبر يعني بالضبط نزين عن الأسلحة الثانية التي تم استخدامها موش أرطبها لهذا اليوم الأسلحة الثانية بشكل عام التي تم استخدامها عن الفسفور الأبيض ليش مهم أنا ودي تكنم عنه وأبي عرف ليش مهم أن نتكلم عنه من وجهة نظرك دكتور الفسفور الأبيض أول مرة عالجت جرحة من الفسفور الأبيض كان بحرب 2008-2009 وتم استخدامه بطريقة واسعة أول جريح كان طفل عمره 13 سنة بهاي الحرب كان هو وأهله عم بيهربوا من منطقة اسمها مشروع الكرامة اللي هنا مباني اسكانية بشمال غزة وتم استهدافهم بقذائف الفسفورية القذائف الفسفورية بتلفجر بالهواء بتعمل زي المظلة من كتل الفسفور وهي بتنزل على الناس لأنه مادة كيموية بيستمر بالاحتراق لحد يوصل لمنطقة بالجسم بينقطع عنه الأكسجين فبيضلوا يحرق بطريقة كأنه زي الدريل لمنتصف الجسم لحد يوصل للعظم أو للأعضاء الداخلية وبعدين بيوقف لما تيجي تستأصلوا تهت شيل الحرق إذا كان تبقى منه شيء بيرجع بيولع من أول جديد فلما تشوفوا مرة بحياتك يعني ما بتخطئ ما بتخطئ بتميزة بتميزة واستخدموه توا؟ استخدموه و بعدين استخدموه بيوم تاني أكتر استخدموه لما استهدفوا مخيم الشاطئ و بعدين تم استخدامه بالجنوب عدة مرات دكتور في اليوم 12 و 18 أكتوبر قصف أول مخبز في قطاع غزة في مخيم النصيرات و بدأت أزمة الطحين أنا تكلمني عن الأكل و أزمة الأكل لكن أنا ودي أني أفهم حتى أنت كون دكتور أنت عندك موس أبعاد طبية أبعاد سياسية اجتماعية و غزاوي لما تكلم عن استهداف المواقع ذات الرابط الاجتماعي والديني والحيوي والإرث الثقافي للمدينة مساجد كنائس مكتبات مخابس أسواق أثر استهداف هذا الموقع ولا هنقول هدف استهداف هذا الموقع من الإسرائيليين هو الأكاديميين أو من أهم الأكاديميين اسمه فاتريك وولف اللي بدأ الدراسات الاستعمارية المقارنة كان دايما بيحكي أنه العلاقة المنطقة اللي بيربط العلاقة ما بين المستعمر والسكان الأصليين هو منطق الإلغاء وبيقول أو بيعرف الإلغاء أنه الإلغاء يتضمن الإبادة ولكن لا يكتفي بالإبادة يعني الإلغاء بعرفه باتريك وولف أنه هو الإبادة الجسدية ولكن كمان الإبادة المعنوية والتاريخية منطق الإلغاء يريد أن يزيل الفلسطيني جسديا ويريد أن يزيل ذكر الفلسطيني تاريخيا وعلاقته بالأرض أمالك بالضبط يعني لما يقول لك أنه أنه قتلهم وقتل أبنائهم وقتل مواشيهم وحرط الأرض اللي هني فيها مشان ما يبقي لهم أي ذكر وشفت هالشيء الاستهداء يعني يعني ليش أنت بتستثمر كل هالأموال بضرب موقع فسيفساء ب مخيم البريج تم اكتشافه لكنيس بيزنطي بغزينه طب يعني ما إيش الهدف ولكن هذا هو المنطق اللي بيدير العلاقة بين المستعمر والسكان الأصليين أنه هو بده يشيلك جسديا وكمان بده يشيل ذكرك بده يمحي تاريخك وعلاقتك بهاي الأرض بيصير جزء منها بالتزوير بخلق سردية مزورة والجزء التاني باستهداف الآثار تاعتك في 16 أكتوبر و20 أكتوبر يوم الثلاثة واربعة توقفت أربع مستشفيات توقفت أربع مستشفيات عن العمل في 13 أكتوبر و14 أكتوبر أعلنت سبع مستشفيات أنها خرجت عن خدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي ونفاذ الوقود وصلنا تقريبا إلى أكثر من 12 ألف جريح في هذا الوقت نحن نحن نتكلم عن فكرة تزايد الجرحة وتراجع في الأمكانات الطبية والجروح والبكتيريا كيف تم التعامل مع الجروح والبكتيريا خلنا نبدأ في بداية الأمر مشكلة جروح الحروب أنه فيها درجة عالية من التلوث بسبب أنه كل الطراب وكل المحيط للجرح بتم قذفه كشظايا باتجاه الجرح فأي جرح خاصة جروح الحروب إذا لم يتم تنظيفه جراحيا مش بس تنظيفه تنظيفه إزالة التراب والوسخ والحصة اللي فيه معرض للالتهاب خلال أيام فلما يصير فيه عندك آلاف مؤلفة من الجرحة أنت مش قادر تخدها على غرفة العمليات وضلها هي بهذا الدرجة من التلوث بيتحول هذا التلوث لالتهاب بكتيري لما يكون فيه عندك آلاف مؤلفة من هذول الجرحة من أول شيء اللي بتنفذ عندك هي المواد التعقيمية لأنك بدك تحاول كحد أدنى أنك تنظف الجرح صحيح فلما من أول الأشياء اللي بدت تنفذ هي مادة اسمها كلورهكسيدين اللي هي مادة التعقيم الجروح وما تقدر تصنعها داخل المستشفيات لا تقدر تصنعها داخل المستشفيات هلأ لأني يعني بسبب الخبرة السابقة استريت إني أروح على البقالة اللي بمحيط المستشفى اشتريت كل أناني الخل اللي عندهم الخل للسلطة يعني خل الاستهلاك أنا شفتها هذه بتترحاتها وأعمل خلطة عجيبة من الخل تلت خل تلت صبون الجلي أوكي وتلت مي لتنظيف الجروح ويعني أنا بقدر أقول لك أنه من أول أسبوع لحد ديت ما خلصت الحرب يعني لآخر يوم قبل ما أركبت السيارة وتاخدني على رفح كنت عم بنظف جرح مريض بنفس الطريقة لأنه خلصت المواد التعقيمية لكن نفس الوقت دكتور أنت كتبت غرّت في تويتر أو منصة X في بشكل يوم ما كنت تغرد مو شكل يوم ما كنت بشكل دوري ليش كان مهم بالنسبة لك على صعيد شخصي أنه أنت يعني ممكن واحد يقول أنت الحين بحرب قاعد تغرد فليش كان مهم بالنسبة لك أنه أنت تنقل الأحداث من وجهة نظرك بهذا الشكل حسيت أنه كان فيه تفاعل جيد لا أنا كنت منقطع عن العالم الخارجي يعني حتى بأيام كتير لا جزء منها للتوثيق جزء منها للإحساس أنك أنت بالرغم من العزل تاعتك تنتمي إلى عالم خارجي ممكن يسمع صوتك لما تصرخ والجزء الأساسي بالنسبة لأيلي أنا كان وأنا لسه عندي قناعة والقناعة ترسخت لما تركت غزة أنه أحد واجباتي كطبيب هو أن أكون شاهد على الجرائم اللي بترتكب ضد المرضى تعوني يعني أنا واجب اتجاه المريض تاعي أني أكون أدافع عن حقه حقه بالعلاج وحقه بالعدالة فجزء أساسي من هدول الحقين هو أن تكون شاهد للمأسا اللي بتشهدها ودكتور ما ودي أثقل عليك المسؤولية اليوم نأخذ منك التفاصيل هذه فأنا ما أذكرك في هذا هذا معلش تحملنا شوية فبهل وقت دكتور أتكلم عن موضوع أنتو داخل المستشفى كان أنت تزايد في تزايد في الجرحة وتقليل في الإمكانات الطبية كيف كنت حين وصلت لي مرحلة دكتور أنا فيها النظم المتعارف عليها داخل العمليات في المستشفى عمليات تنظيمية أنت في حالة حرب أبيك تكلي الفرق بين الحالة اللي في الحرب في تنظيم العمل العالي الكفاءة في المستشفى وخارج الحرب شون قادرين أنتو بينكم كطاقم طبي تنظمون نفسكم أنا كان بيربطني بالفريق الجراحة التجميل بشفى علاقات صداقة وزمالة وثيقة ومع الدكتور أحمد مخللاتي اللي هو رئيس القسم علاقة صداقة وتفاهم فكلنا كل يوم الفريق عنا تقريبا كل يوم كقسم جراحة التجميل في عنا تقريبا 100 إلى 150 مريض بعد من الأول أسبوع أول أسبوع 100 إلى 150 مريض بيحتاجوا عمليات إذا أجريت عملياتك وكان عندك التمريض وعندك التخدير بأحسن الاحتمالات ممكن تعمل بين 10 و 12 عملية بالنهار فكان عملية المفاضلة اليومية لـ 150 جريح لتقرر مين اللي هني حيروحوا على العملية عمليات عملية صعبة وازدادت صعوبة مع تآكل قدرتك الاستيعابية ونهارت تقريبا لما انتقلنا من الشفاء للأهلي اللي كان بس في غرفتين عمليات فكل يوم كان فيه اجتماع يعني كنا نعمل اجتماعنا على الساعة ثمانية نقرر من العشر لـ 12 شخص اللي بدنا نجري لهم عمليات وبناء على أي معطيات بداية المفاضلة كانت مبنية على مبدأ انقاذ الأطراف بالأهلي لما انقطعنا وكنا بس جراحين اتنين وغرفتين عمليات ومئات من الجراحة كانت مبنية بس على انقاذ الأفراد فيعني انتقلنا من لم سيفينج ل لايف سيفينج وهاي بترجع لإحساسك انك انت برمال متحركة كل يوم كانت تحاسس حالك عم تغرأ أكتر مش قادر تاخد قرارات مبنية على منطق لأنه يدوب قادر تستوعب جزء ضئيل من حجم الكارثة اللي عم بتصير قدامك يوم الخمستاش من المعركة وصلنا إلى 4385 شهيد 13561 جريح هنا سمح الاحتلال بإدخال المساعدات محملة ب20 شاحنة طبعا عشان نقارن قبل الحصار قبل 7 أكتوبر كان يوميا الدش تغريب من 500 شاحنة هنا بهاليوم فقط سمحوا ب20 شاحنة إلى 30% من الاحتياجات الصحية والإنسانية الطبيعية لكن تم الإكتشاف من سكان الغطاع أنها عبارة عن أكفان وفحوصات لفيروس كورونا الشاحنة هذه سمعنا هالكلام وقرأنا هالكلام أنا بشاهدتك بهذا الموضوع تذكر هذه الفقرة عندما لفيروس لفيروس هالكلام وصالكم أي شيء من المداد الطبي لم يدخل أي مواد لشمال قطع ولم يدخل أي مواد بكميات كافية لتحدث أدنى تغيير على عمل التواقم الطبية العدد كان هزين القطاع الصحي ووزارة الصحة ما كان فيه عندها القدرة أنه تشارك بقرار أيش المواد اللي موجودة بالشاحنات الإمداد فكانت يعني وجودها ما غير بحياتنا أي شيء فما كانش الواحد حتى مركز عليها معظم الوقت والله الحين يقال أن في عمليات خطف جثامين فلسطينية من الشهداء للقيام طبعا من قبل الكيام الصيوني والمن إسرائيل وللقيام بتجارب عليها وأخذ الأعضاء وسلخ الجلود هل هذا صحيح؟ أنا نظريتي هو نعم تم ولسه لا يزال في عملية سرقة هذا أنا برأيي هو الأهدي هذه الجثامين متحللة فاستخدامها لأسباب عضوية مش موجود ولكن إحنا اللي بنعرفه إنه إسرائيل تعتمد على حروبها بغزة لا تطوير أسلحتها ولا تطوير الأسلحة اللي عم بتصنعها صناعة الأسلحة الإسرائيلية ومنعرف من دورة اللي بنسميه R&D البحث والتطوير بالأسلحة إنه جزء من البحث والتطوير لأي سلاح هو تشريح جثامين تعرضت لهذا السلاح يعني لما لما تكون بالمختبر عم بتجرب سلاح وتقرى الأبحاث المنشورة عن هذا السلاح في جزء منه الفوست مورتم تقرير التشريح تقرير تقرير السلاح أنا برأيي اللي عم بنشوفه هو جزء من دورة البحث والتطوير للأسلحة المستخدمة فالمفلسطيني مختبر آه ومش بس مختبر الجزء الثاني هو وهذا مش يعني مش مش مننا يعني الإعلانات لشركات الأسلحة الإسرائيلية مواد الترويج للأسلحة الإسرائيلية بتعتمد على جملة باتل تستد يعني جربت بالمعركة يعني بغزة عشان تزيد من مزداقيتها بالضبط أو حتى بعض المدراء الشركات الأسلحة الإسرائيلية بيقولك إنه أنا ما يميزني إني أنا على بعد عشر دقايق بالسيارة من المختبر تاعي يعني لما يحكي عن قطاع غزة بيقول إنه هو قريب على المختبر تاعه فمشان هيك أسلحته أكتر تطورا من أي أسلحة لأي دولة ما عندها مختبر زي قطاع غزة تحتاج خمز دقايق بريك تكتوبر في اليوم السبعة عشر من الحرب بدأ التهديد على حياة 120 طفل من الخدج بسبب شح الوقود واحتمالية انطفاء الأجهزة الطبية أنا ودي أتكلم هناك دكتور عن الأطفال بشكل عام والمرأة في تكبر الحرب كان فيه ناس عندهم أمراض مزملة من الأطفال أمراض مزملة من النساء فيه ناس حوامل صحيح التعبير والرعاية الطبية اللي محتاجتها المرأة بشكل عام ودشة الحرب يعني الناس ما تقرأ توقف الحمل وتقول والله أنا راح أولد بعد الحرب يعني فشون كنتوا تتعاملون مع هذه الحالات قصة الخدج منفصلة بنحكي فيها بس أول يعني التدمير المنهجي للمستشفيات الهدف منه مش بس إيذاء الجرحة الهدف منه تحويل أي مرض مزمن لمرض قاتل يعني لما أنت استهدافت مستشفى الرنتيسي ومحمد الدرة والنصر خلال أسبوع أنت أزلت قطاع طب الأطفال من غزة بالكامل بالكامل فأي طفل عنده سكري أي طفل عنده ربو أي طفل عنده صرع أي طفل عنده أي مرض معقد بيحتاج تخصص للعلاج أنت حولت هذا المرض من مرض مزمن لمرض قاتل وبدأنا نشوف بمستشفى الأهلي لما آخر مرحلة لما صار المستشفى الوحيد بمدينة غزة كان عم بيجينا أطفال عندهم سكري ومنهم استشهد لأنه ما كان فيه إنسلين وما كان فيه قدرة علاجية ونفس ونفس الاشي مع غسيل الكلة ومرض القلب الولادة تم استهداف قسم الولادة بالشفاء وبعدين لما نقلوا لمستشفى قريب مستشفى خاص مستشفى الحلو تم استهدافه بعدين فيه مستشفى صغير للولادة كان اسمه مستشفى الصحاب تم استهدافه فإحنا بمرحلة ما لقينا حالنا أنا وجراحي ضام بمستشفى العودة بمستشفى الأهلي معانا أول إشي لتحق فينا جراح عام وإجتنا صبي عمره 19 سنة حامل والشضية حسب قراءتنا للأعراض فايته بالرحم وجراح العام كان عنده تخوف إنه إذا فات لحاله بدون أخصائي أمراض نسا وولادة فيه خايف إنه يضطر يعمل استقصال للرحم لإنقاذها من النزيف فالله يعني رزقنا ورحمها وخلال بسبب الاتصالات لقينا واحد من الأطباء اللي كانوا بالشفى وأخلوا كان أخصائي أمراض نسا وولادة والاتنين أجروا عملية لهاي السيدة كان الجنين مستشهد الشضية فايته بالجنين ولكن قدرنا ننقذ الرحم لهاي الصبية اللي عمرها 19 سنة ولكن وصار كل كم يوم نقدر نعمل عمليات قيصرية بالأهلي بآخر مرحلة بس لتخفيف الضغط على السيدات الحوامل بس بسبب استهداف مستشفى الأهلي ما قدرناش نعيد تأهيل قسم الولادة لأنه كان بالطوابق العليا وكان استهداف الصاروخ لما خبط أذى المصعد فكان فيه صعب استخدام المصعد أو كان مستحيل استخدام المصعد فجزء يعني هناك ثلاث محاور قتل الجرحة قتل الأمراض المزمنة وخلق كارثة بيئية تؤدي إلى انتشار الأوبئة أو قتل الناجين عن طريق انتشار الأوبئة فتقدر آلة الحرب الجهنمية الإسرائيلية كانت بتحصد الأرواح بتلت محاور وصلنا هنا في يوم 19 إلى 2704 أطفال شهدة من أصل 6546 شهيد تقريبا النص يعني توقف حتى الحفار الوحيد في شمال غزة عن عمل جراء نفاذ الوقود هذا الحفار يستخدمه الدفاع المدني في عاملات الإنقاذ اللي صار عدد المفقودين أكثر من 1600 بينهم 900 طفل يعني بعدين نشرت وزارة صحة سجل الشهداء 7028 شهيد أساميهم الرباعية الكاملة وأعمارهم وتاريخ استشهادهم إلا أن منهم 281 مجهولة الهوية أنا ودي دكتور نتكلم هنا في كيف يتم معرفة هوية الشهداء وبالأخص في فكرة اللي أنت طرحتوا فيها في أثناء الحرب اللي هي فكرة WCNSF Wounded Child With No Surviving Family طفل جريح ليس له عائلة على قيد الحياة أنا ودي هنا أفتح قوس في فكرة تعرف على الشهداء وتعرف على الجرحة يعني شون كنتوا تتعرفون عليهم الشهداء يتم تعرف عليهم عن طريق أقارب بيجوا بيتعرفوا على الجثمان وبيأخذوا وبسجلوا الهوية الجريح وبيأخذوا شهادة الوفاة مع تطور الحرب وإزدياد ضراوة الحرب شغلتين صارت عمبت الجثمين تدفن بالمبنى اللي غير قادرين على استخراج الجثمين عدد المفقودين اللي هن بتحت الردم يزداد اللي هن هلأ فاقوا العشر تلاف لما تمر قدام مبنى مستهدف بعد الأسبوع الثاني رائحة الجثث المتحل اللي بتقدر تشمها انتو بسيارة الإسعاف تشمها دكتور لما انتقلت من العودة لشفا أذكر عدة مباني مرين جنبها كان فيه رائحة رائحة الموت هذا الجزء الأول الجزء الثاني لما تستخدم قنبلة 2000 رطل يعني أكتر من 1500 كيلو تقريبا أو 1000 كيلو أكتر من طن كتير من الجثمين تتبخر تتفتت لأجزاء غير غير موجودة غير قادر أنك تتميزها فهذا الجزء الثاني من الشهد الغير معلن عنهم وبعدين بغزة كتير من اجتماعيا الحواري منظمة أنه أنه العائلة الكبرى أو الحمولة عندهم حارة اللي بيصير بهاي الحرب أنه إسرائيل كانت مش تستهدف مبنى تستهدف حارة كاملة وتريدها بست سبع قنابل من الألفين رطل ففي جزء من الشهداء لم يبلغ عنهم لأنه لم يبقى أحد ليبلغ عنهم فالعدد الحالي للشهداء أنا برأيي يمثل ستين بالمئة من العدد الإجمالي للشهداء ظاهرة الأطفال المصابين اللي اللي تم انتشالهم من تحت الردم ولم يتبقى لهم أي أقارب حتى من الدرجة الثانية والثالثة كان الواحد بدأ يشوفها بالشفا من بدايات الحرب أنا أذكر طفلة عملت لها عملية والدتها زميلة كانت بمستشفى الشفا استشهدت زميلتها مع العائلة مع بقية الأطفال وهي هاي البنت عمره تسع سنين تبقت وعدين كان يشوفهم الواحد بقسم الطوارئ أطفال لحالهم ما في حواليهم حدا لما تم محاصرة الشفا كان فيه أكثر من 120 طفل من هذا منهم من كتر ما هن صغار ما نعرف حتى اسمهم الأول يعني أنا أذكر بالأهلي جريت عملية بتر لطفل عمره تلت سنين بتر لصاقه لا إيده ما كنا عارفين اسمه وهلأ يعني مؤسسة التعاون اللي هي بتعني أحد المؤسسات الفلسطينية بتاعنا بشؤون الأيتام بغزة بيقولوا أنه هنا فيه تقريبا 25 ألف يتيم بقطاع غزة بسبب هذه الحرب إلى هلأ دكتور لم ترى الأطفال أنت نجرد نفسنا من أنت طبيب أنت بالنهاية إنسان أب فلسطيني خزاوي لما كنت تشوف الأطفال بهذا الشكل بهذا الكم بهذا الطريقة نظرتهم لك لما كانوا ينطرونك تعالجهم شنو كنت تفكر فيه هو أكثر إشي يعني أنا تطور حياتي بالحروب في نقطة مفصلية هي لما صرت قدري على التعاطي مع الأطفال المصابين بتتغير كتير لما يكون عندك أطفال لأنه بتشوف أطفالك بكل هاي الأطفال الغريب هو أنه مش الجزء يعني الناس دائما لما تسألك بتفكر أنه هو الجزء المرتبط بالجروح وبالإصابات وبالتشوهات وبالدم وباللحم وبالهدأ اللي بيفطر قلبك اللي بيكسر قلبك ولسه بعد 30 سنة غير قادر للتعامل معاه هو لحظات لما تشوف ما صورة الطفل أو ما كان من الطفل قبل الإصابة لما تشوف ضفيرة الطفلة المصابة بالوجه لما تشوف الشبرة تاعتها لما تشوف المناكير اللي بيحطوها لما تشوف الولد لما تحكي معاه عن كرة القدم ولا الفريق تاعه هاي الأشياء اللي هي مؤلمة أكتر أنا بالنسبة لأيلي أكتر من الجروح ومن الكسور ومن هذا لأنه بتعيدك لنقطة أساسية أنه هذا طفل هذا طفل ومش مكان مكانه بهذا الكوكب أنه يكون بهاي اللحظة هو الجريح بهاي الطريقة البشعة مصاب بهاي الإصابات البالغة المشوهة اللي حتغير حياته بقيت حياته في يوم 21 27 أكتوبر عفوا 27 أكتوبر ساعة السابعة مساء ذاك اليوم قطع الاتصال مع غزة تماما احنا كنا في خارج وطبعا احنا في الكويت وكانت كنا نشوف السوشيال ميديا وهني اكتشفنا أنه ما في أي اتصال مع غزة وما في كهرباء داخل غزة وفي هذه الليلة كانت عملية قصف الأعنف على الإطلاق والإبادة منذ عشرين يوما هذه يعني سببت نوع من احنا بالسوشيال ميديا استشعرنا شيء موجود حسينا أنه حتى القصف هذا وصل داخل السوشيال ميديا استشعرنا هذا الشيء فما بالك أنه أنت داخل هذا القطاع هل هذا كان اليوم الأعنف دكتور لما تكن هو كان مش بس اليوم الأعنف يعني أنا أذكر لأنه كانت المقدمة لإله مؤتمر صحفي للجيش الإسرائيلي قاعد يفرج فيه صور الخنادق وتحت الشفا فكان الإسرائيلي بدأ الحرب النفسية بالتحضير لسردية أنه الشفا قاعدة عسكرية ومركز تحكم وسيطرة لحماس ويجب استهدافه وبعدين بعد المؤتمر الصحفي تم قطع كل الاتصالات وبعدين بدأ الاستهداف القصف العنيف يعني قصف كانت الغرفة كلها تهز وبالنسبة لإلي شخصيا أنا يعني أذكر ليلتها أذكرها كتير بوضوح كنت بغرفة العمليات وأعدت وأعدت وصار فيه تعرف زي المصارحة والتصالح المصالحة مش المصارحة المصالحة الداخلية مع فكرة أنه ما شكلي حطلع من هذه الحرب يعني توصلت لقناعة وقتها أنه كل الخيارات اللي أخدتها بحياتي وكل الخط اللي مشيت فيه بحياتي وصلني لنقطة أنا فخور فيها ولكن في كل شيء بالدنيا له ثمن وثمن هاي الحياة اللي أنا اخترتها أني ما أطلع منها إلا حرب وكانت غريبة لأنه كانت لحظة زي ما حكيت لك المصالحة بس بعدها كان فيه زي الراحة النفسية أني أنا فتحت باب ودخلت من غرفة لغرفة تانية وبعدها كنت مرتاح مع القصف يعني بطلت مع كل انفجار أحس بالإحساس بالخطر لأنه صالحت مع فكرة أنه هذا هو الواحد مصيره أو نصيبه أو قدره وأنه خلاص بدك تحاول تكمل هاي المشوار حتى لو انتهى بمقتلك هلأ فيه لها هاي الشغلة تداعيات إيجابية زي ما حكيت لك أنه ببطل واحد كل قذيفة بينقز بصير مرتاح وقادر وقادر أكتر على العمل بس فيه جزء ثاني مرتبط بالأولاد يعني أعطيك مثال أنه ليلتها حتى مع أنه ما كان فيه انترنت وحتى بالأيام البقية اللي ما كان فيها انترنت كنت أتعمد كل يوم أبعث فويس ميسج للأولاد لكل واحد فيهم كل يوم فويس ميسج يعني مش شي كئيب بس يعني بالعكس بحاول أكون إيجابي وصوتي أقوى بس كان فيه عندي إحساس أنه بدي أنه يسمعوا صوتي لآخر لحظة شكت تقوله مش تألك بحبك وعلى طريق أسرتك دكتور في البداية كان فيه ابتزاز لأسرتك انت كنت في في غزة وحتى كتبت انتك أنا أسرتي يعني مش نقصين إنهم أحد يبتزهم يعني الله يكون بعونك في هذه الفكرة فأنا أريد أن أخذ منك حتى فكرة الابتزاز والابتزاز لك بالدرجة الأولى هذي مش لأسرتك إن كانوا حتى يبتزون وإذا أسرتك في بريطانيا في منطقة آمنة شو نلقص دك لما صار في بريطانيا كانوا يسألون أسرتك كان على عدة مستويات أولا شرطة مكافحة الإرهاب مع ساعة 8 الصباح اجت على زوجتي بالبيت واستجوبت زوجتي على مدى ساعة ليش راح مين اللي دفع له حق التذاكر مرتبط بأي جمعية فين بأي مستشفى طب بالشفى بأي طابق بالشفى يعني كان فيه أسئلة استفزازية الهدف منها الجزء لأنه وقتها كان عم بطلع على الأخبار كتير كل مناسبة التويتر أكاونت تاعي كل تويت يصير فيه مئات الألاف من الفيوز يعني فهصار بدهم محاولة الإخافة إنك أسكت بما إنك أنت موجود على القليلة أسكت لأنه ما تنسى إنه في إلك عائلة برة وإحنا منقدر نوصل الجزء الثاني هو الجرائد الصهيونية واليمينية بدت بخلق القصص والمقالات إنه إله علاقات بحماس إله علاقات بالمقاومة التهديد بمقالات فكان في محاولة إسكات من أول الحرب كان قراري إنه هدول خففيش الظلام الحل الوحيد لإلهم هو الضوء فيوم ما عرفت من زوجتي إنه إجه الشرطة كان في عندي مقابلة مع البي بي سي في برنامج يومي سياسي إخباري اسمه نيوزنايت في يومها هي عم تسألني قلت لها بالنيوزنايت اللي هو من أكبر البرامج الإخبارية إيش صار فأحدث يعني أنا برأيي الشرطة ما كانت متوقعة إنه أطلع هذا المعلومة على الإعلام بهاي السرعة فصار فيه تراجع الجزء الثاني اللي هني بيعتمدوا عليه إنه لما يكون عدم القدرة المادية إنه يكون في عندك فريق محاما بيهدد بمقاضات الجرايد فعلى طول وقتها تواصلت مع طيب علي اللي هو محامي حقوق إنسان بلندن وطلبت منه إنه مقاضات الشرطة ومقاضات أي جريدة بتحاول تطلع مقالات ضد فهذا الجزء الثاني اللي أسكت لهذا اللي صار إنه فيه مؤسسات زي البي بي سي بعدها بطلت تواصل معاي آه خلاص بما إنه مش راضين نسكتك فيه قرار داخلي إنك أنت ما تطلع على الإعلام فيعني كان فيه راديو رقم أربعة راديو فور كان فيه برنامج الصباحي الأساسي كان طلب مني أبعث كل كم يوم أقولهم عن يعني يوميات جراح بريطاني بالحرب مرة واحدة صار أنه بطلوا بدهم إياه فلما ما تنفع الإخافة في مرحلة بعدها اللي هي الإسكات دكتور أيضا هنا صار استهداف لك بدرجة أو بأخرى أيضا أثناء الحرب لليوم فيه أكثر من ثلاث أمية شهيد من الطاقم الطبي وكان فيه استهداف للطاقم الطبية الاستهداف هذا ليش استهداف بشكل مباشر هل كان فيه قناصة هل كان استهداف أنا سمعت حتى ينطرونهم ليني وصلون للبيت واستهدفونهم ما حسيت أنه مستهدفين الاستهداف للطاقم الطبية كان ممنهج وكان مدروس لما تستهدف حدا زي الدكتور همام اللوح اللي هو استشاري الوحيد لأمراض الكلا بغزة أو الدكتور هاني الهيثم رئيس قسم الطوارئ أنت بتستهدف 15 سنة من التعليم والتدريب المستشفى يعاد بناءها خلال سنة سنتين استشاري بهاي الدرجة من الخبرة والمعرفة بياخد جيل كامل لتقدر ترد دربه أنا ما استوعبت الاستهداف بحموة المعركة استوعبته لما حاولت أطلع من قطاع غزة ورفضوا الإسرائيليين السماح لي أني أطلع من قطاع غزة وأخد عدة أيام لا أقدر أطلع وقتها استوعبت أنه إذا كان في لستة استهداف في احتمالية أنه أنا اسمي على هاي القائمة في 29 من المعركة 4 نوفمبر كان يقتل الاحتلال كان يقتل عفوا الاحتلال كل 10 دقائق الطفل ويصيب طفلين وارتفعت عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة 16 مستشفى بلغ الشهداء الكوادر الطبية من 137 شهيد وحتى القناص رمو الدكتور محمد عبيد وكيف كان تأثير ذلك كانت تأثير على بعض أنتو كزملاء بين بعض زملاء أطبة تشتغل معهم وكانت بينكم لحظات اللحظات اللي بينكم أنتو كأطبة قاعدت حاولون تعالجون الناس تنقضونهم من الحياة فاللحظات اللي بينكم مش لحظات طبيعية مش لحظات ضحك ولا اللحظات عميقة جدا جدا يعني فأنتو شلون كدرتوا التعاملون مع هذا الأمر كفريق لما كنتو تسمعون ولا فلان استشهد ولا فلان مستهدف يعني أنا أذكر كنا بالمستشفى ووصلت أخته لزميلنا الدكتور مدحة صيدم الله يرحمه كانت نازحة من بيتها لأنه تم استهدافه وبس الدكتور مدحة قال أنا بس بأخدها وبوصلها على البيت إخوتي كلهم عندي بالبيت وأهلي بالبيت وبرجع لكم وبما أنه الوضع يعني تحت السيطرة وكلنا كنا موجدين لما ما رجع الدكتور مدحة توقعنا أنه من التعب من الانهاك إله معانا أربع خمسة أيام بدون ما يرجع على البيت قرر يبات عند أهله واليوم اللي بعدها اكتشفنا أنه تم استهداف البناء اللي فيها أهله لدكتور مدحة واستشهد هو استشهد أخته وأخته وولادهم والدكتور مدحة يعني أنا أقل أنا اشتغلت معاه من حرب الـ 2009 وبعدين حرب الـ 14 واشتغلنا بمشاريع كتير كان في زملاء معانا بقسم الحروق بيعرفوه من 20 25 سنة وبتبرهن يعني الصبر والقوة الإرادة اللي موجودة عند التواقم الطبية بقطاع غزة يعني أنا أذكر الكل بكى على هذا الشخص اللي لازم ينبكى عليه وبعدين لما خلصنا رجعنا على شغلة يعني وكان يتم بكل وهي هدول الأطباء يعني أنا على القليل الحمد لله وكن دايما أقولهم أنه أنا محظوظ أنه ولادي مش قدامي يعني كان كل هاي الطواقب الطبية بتمارس عملها وهي مش عارفة أنه إذا أولادها استشهدت وإذا عيالها وإذا البيت اللي عم بتم استهدافه هو منزلها أو منزل أقاربها فيعني خلال الوجودنا استشهد أخوه لدكتور من زملائنا استشهد ولاد عمومة طبيب آخر معنا وهذا بس بقسم جراحة التجميل وما مر عليك يوم دكتور أنت انهرت انه وقفت وحسيت أن أنا ما حاشك هذا البرناوت ولا طبيعي يتوقع الواحد ممكن يحوشك شيء نفس هذا فيه يوم استهدف الإسرائيلي مسجد بحي الصبرة إجانا خمسين شهيد ومئات الجرحة وكنا وقتها بالأهلي لحالنا وبس غرفتين عمليات ومئات الجرحة ومش عارف تاخد مين وتفاضل مين على مين وقتها أنا بقى أذكر أنه حسيت أنه يعني اللي عم بيعمله الإنسان عبث لأنه مش قادر تعالج حدا وانت عم تختار بتعمل عمليات لنسبة ضئيلة من الجرحة وقتها الواحد أصيب بإحساس مذهل بالعجز وأذكر يعني كل غرفة العمليات والطاقم كان هيك محبط وكان طبيب الأمراض الطبيب أمراض النساء والولادة جاب مريضة عملها عملية ولادة قيصرية وأذكر أول مرة منسمع صوت بيبي نولد بغرفة العمليات هو الأشي الوحيد اللي أخرجنا من هذا الإحباط لما تسمع صوت حيالي أول مرة بعد أكتر من شهر وشوي من الموت لأنه يعني ما كان الإحباط إشي منقدر يعني كان كان دايما بتحاول تكون أنت خاصة بعد يعني ك بعد خبرة هذا العمر أنك أنت تكون المحفز خاصة الأطبة لهاي أول حرب لإلهم فمش لازم يكون أنت اللي بيشوفوك عم بتضعف فالدور هذا كان مطلوب أنك كان في أطبة صغار طبعا فكان مطلوب منك أنك أنت اللي دايما مبتسم وانت اللي دايما بتشجع وانت اللي دايما بتحفز واللي بتحسه أنه توتر بتحاول تستوعبه يعني إدارة الآخرين بهذا الوضع الصعب كان جزء أساسي من عملك يعني كسينير سورجن ستين موفمبر كان يوم مفصلي دكتور ولا يوم مهم جدا لسبب أن إسرائيل في ذلك اليوم ارتكبت أكبر مجزرة خلال ساعات منذ تأسيسها في 1940 1500 شهيد وجريح قصف الاحتلال خمس مستشفيات بينها الأطفال سرطان صحة نفسية تضم الآلاف المرضى والجرحى والنازحين أنتو كأطب هني خلاص أتوقع أن إبادة المستشفيات تعديتها وتوقعاتها خلاص أنتو عرفت هناك خلاص دشيت في عملية رسمية من إبادة المستشفيات لكن أنا أريد أن أتكلم عن دور المنظمات الدولية وفيه اتهام تجاه هذه الدور المنظمات الدولية فيه اتهام بالتواطئ مع الكيان الصيوني بشكل أو بآخر قد لا يكون مباشر لكن أنت جزء من هذا المشهد وقريب من هذا المشهد وتعاملت معهم إلى أي مدى هذا الكلام صحيح أنا قناتي أنه المنظمات الدولية تعمل تحت سقف الإرادة الإسرائيلية لأنها مدركة كأفراد بيعملوا داخلها وكمؤسسات أنه هناك غطاء سياسي غربي كامل لإسرائيل فهي عليها أن تتعايش مع الإرادة الإسرائيلية وتعمل تحت سقفه بدل ما أن تعمل تحت سقف القانون الدولي أو احتياجات أو الهدف المعلن لهذه المنظمات إن كانت منظمة الصحة العالمية أو الصليب الأحمر أو الأنروة أو فهي متماهية تحت سقف الإرادة الإسرائيلية بدون ما تحاولت أنها تتحدى الإرادة الإسرائيلية بنفس الوقت يعني أنا من الكتاب الأمريكيين من أصول أفريقية اللي بحبهم كانت أودري لورد أودري لورد كتبت مرة إنه أدوات السيد لن تهدم منزل السيد وهاي هي كلها أدوات السيد السيد الأبيض الغربي الأمريكي فالسؤال اللي لازم إحنا نطرحه إنه إحنا ليش ما عنا أدوات ليش ما إحنا عنا صليب أحمر أو هلال أحمر عربي أو الهلال الأحمر الإسلامي ليش ما عنا منظمة الصحة العربية أو منظمة الصحة الإسلامية إحنا ليش ما عنا هاي الأدوات السوفت باور اللي هي تعبير عن إرادة سياسية لهاي الأدوات اللي هي بتكون الأجندة تاعتها هي الأجندة تاعتنا إحنا مش الأجندة تاعت الآخرين ورؤيتهم لإلنا ولإحتياجاتنا ولظروفنا كنت تحس أن في نظرة استشراقية علينا ولا تحس أنهم مش مهمين وتحس أنهم لا لا في نظرة استعمارية يعني بالنهاية لما لما يكون بداية أي نقاش مع أي مسؤول غربي هو النظرة الإسرائيلية أو البروبغاندا الإسرائيلية لا الوضع يعني تذهل أنه طب ما هو عم بيشوف اللي أنت عم بتشوفه بس بالنسبة لإله بالرغم من أنه إسرائيل عم ترتكب كل هاي الجرائم والفضائع إسرائيل مش ممكن تكذب فلما فلما إسرائيل تقول لك أنه في تحت الشفا فبيصير خلص أنه في تحت الشفا قواع مقرات لحماس لما إسرائيل تقول لك أنه خلال نص ساعة من الصاروخ الاستهدف الأهلي أنه هذا صاروخ من الجهات الإسلامية بدون أي نقاش بتصير تحكي مع مدير لأنجي أو بريطاني بيكون في قبول كامل لفكرات أنه آه ممكن كتير يعني ففي نوع من التماهي مع نظرة الغربي للإسرائيلي الغربي وأنه هو زيه وإنت الآخر فدايما بالرغم من الجرائم اللي بيرتكبها الإسرائيل بيظلوا هو المرجع بالنسبة لهاي الطبقات وهي الأفراد بشوفون نفسهم بالإسرائيل بالضبط يوم 16 نوفمبر يوم 41 نحن نطمرنا شوية نطينا بس في احنا ذكرتها تهوى دكتور قبل لووصل لحقها اليوم في حادثة مهمة اللي هو يوم اللي انت بقيت فيه مستشفى المعمداني ما عدت إلى مستشفى الشفى وبعدها تم احتلال المستشفى المستشفى والرانتيسي والإندونيسي ليش قررت أنت وشي ما ترد إلى مستشفى الشفى وليش كانت خنقول احتلال مستشفى الشفى أثر عليكم ولا أثر على القضاع الطبيب بشكل كبير أنا بآخر مرحلة مرحلة للأسبوع اللي سبق احتلال الشفى كنت بديت أرجع على الأهلي لأنه أعيد تأهيل غرف العمليات فمشان كمان نخفف على الشفى كنت عم بروح كل يوم أجري عمليات بالأهلي وبعدين آخر نهار أرجع على الشفى وآخر الليل أعد مع الأخوة بقسم الحروق بالشفى وبعدين الصبح اللي بعده أرجع أروح على استهدفوا أكثر من 100 سيارة تسعاف ما كنت خايف أن تنضرب يعني تعرف الواحد كان عنده فكرة أنه الاستهداف حيصير وقت ما يصير يعني مش عبثية بالاستهداف لما الإسرائيل خرر تستهدفك حتستهدفك والجزء الثاني هو الضغط الهائل لعدد الجرحة كان هو الهاجس الأساسي بتفكيره للواحد فيوم من الأيام ركبت الصبح بدي أرجع من الأهلي للشفى لأنه وعدت أحد الأطباء أني أعمل عملية لابنه عنده إصابة بالوجه ركبنا بهالأمبلانس وإحنا وبالطريق شفنا سيارة سفنة ناقلة جند إسرائيلية بتقطع الشارع بآخر الشارع ولفينا ورجعنا ويومها انتهى الشفى الشفى 30% من القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي الفلسطيني وهي اتصارة إدارة وزارة الصحة تم من الشفى والشغلة الثانية الأساسية إنه الشفى ومحيطها بانك الدم اللي هو بيعطي أكياس الدم لكل مستشفيات قطاع غزة فهل لما حوصرت الشفى مش بس فقدنا 30% من القوى الاستيعابية وفقدنا كل التخصصات زي جراحة الأعصاب وجراحات الصدر والعناية المكثفة كمان فقدنا بنك الدم فصار إجراء عمليات لمرضى يعانوا من نزيف صعب ومرات ببعض الأوضاع شبه مستحيل وبعض الأوضاع أجرين عمليات بتر لأنه المريض ما كان فيه عندنا القدرة أنه نستبدله الدم فكان ضروري أنه سير البتر بسرعة مشان إنقاذ حياته عبثية فكرة الترويج لأن المستشفى الشفاء فيها مقرات عسكرية فبالتالي لازم نروح مستشفى الشفاء هي عملية تفكيك القطاع الصحي في غزة ونفكك أي نوع من المساعدات الصحية ممكن تأثر بشكل كبير فهذه الفكرة نروح يوم 16 نوفمبر يوم 41 اليوم اللي ممكن أنت تفسر أنه يوم انهيار كل المنظومات الصحية في هذا اليوم قرر الدكتور ولا قررت الدكتور أن التوقف عن العمل والخروج من قطاع غزة شلون قررت أنه نهار كل المنظومات الصحية وقررت أنك تطلع كنا لنا عم نعمل عمليات تقريبا يعني توقفنا على الخمس الصبح وكنا من التمانية الصبح اليوم اللي قبله عم نعمل عمليات متواصلة للجرحة وعلى الخمسة أخبرونا الزملاء بأطباء التخدير أنه نفذت كل أدوية التخدير وأنه بطل في عندهم القدرة لإجراء أي نوع من التخدير ووقتها استوعب الواحد أنه خلص يعني عملك كجراح بمستشفى الأهلي صار مستحيل المستشفى تحول من المستشفى إلى مركز عناية أولية وتضميض جراح بدون غرفة عمليات فكان القرار أنه أحاول أنزل على الجنوب لأنضم للفرق الطبية اللي بالجنوب لعله عسى يكون وضحهم أحسن شوي ويقدر الواحد يمارس عمله هناك فأنا وأحد أطباء التخدير ومجموعة من ثلاث أربعة من التمريض وتقني التخدير اللي عندهم أهل كانوا بالجنوب قررنا أنه نمشي من مستشفى الأهلي لجنوب غزة طلعنا لأنه كانوا الإسرائيليين كتير حطين هدول الكوادكوبتر اللي هي المسيرة اللي فيها قناص بارودة قناص بمنطقة بحوالين المستشفى وكان يجينا كتير جرحة استهدفوا من قبل الإسرائيليين بهاي الطريقة فكانت عملية أنه نمشي بين بالشوارع الفرعية نسأل المهارة اللي حوالينا فين فيه دبابات فين فيه ست ساعات من المشي لحديت موصلنا على المنطقة الوسطى من الغزة اللي هي بالجانب الجنوبي من الخط اللي أطعوا فيه الإسرائيليين غزة بين شمال وجنوب نبس مدني ها دكتور اعا وتركت غالبية مقتنياتي وبس كان معاي الهندباك تاعتي اللي على كتفيلة أنه عارف أنه قدامنا ماشية طويلة وصلت لمستشفى هلأ مستشفى العودة هي جزء من مؤسسة صحية عندها مستشفى بنصيرات اسمها مستشفى العودة كمان فلما وصلت على النصيرات رحت لمستشفى العودة ونضميت لهم هناك أول يوم من الإنهاك نمت معظمه وبعدين بعدها حولت أني ألتحق ببعض المستشفيات أو أشتغل مع المستشفى لنصيرات فصار اللي صار أنه توصلت لقناعة أنه الوضع بالجنوب مش أحسن بكتير يعني كان فيه فائض من الجراحين بسبب شح الموارد وشح الأدوية فغرف العمليات ما كانت تشتغل بـ 40% من الطاقة الاستيعابية تعتها بسبب شح الموارد وبدأ بديت أفكر أنه طيب إذا كطبيب بطل فيه إلي هدف من البقاء أنا إيش ظلني قاعد عن بعمل وفيه شعور بس بينك ومن نفسك أن أنت ما تبت تخلي أهلك طبعا زملائك وأصدقاءك والجرحة تعونك والمرضى تعونك بنفس الوقت أنت قاعد ومربط قاعد تتفرج على المأساة اللي حواليك ومش قادر تتدخل فيكون لك عمل خارج لكن أنت تنقل هذا الجهد إلى خارج إلى مكان آخر هذا كان التفكير أنه طبعا إذا ما قدرت أكون مفيد يعني أنه بالنهاية انتقالي من الشفا للعودة ومن العودة للشفا ومن الشفا للأهلي ورجعت على الشفا ورحت على الأهلي كان دايما عندي هاجس أنا أني أكون مفيد أنه يكون فيه عندي إضافة لأنه الوضع سيء لدرجة أنه لا يحتمل عدم الكفاءة بالسيستم فكنت حاسس أنه يعني طب أنا عم بفيد مين إذا أنا قاعد طيب دكتور شون تتعامل معها الحين وانا قاعد أكلمك واضح أن حامل معاك نوع من الصدمة ما بعد اللي شفت يعني وتوقع ما راح تروح هذه لفترة شون تتعامل معها شون تتحاول أنت تحتويها شون تتحاول أنت تتفاعل معها شوف هو بدون أدنى شك هي زي أي إصابة جسدية بتاخد وقت لا تتعافى منها هو جرح جرح نفسي مثل الجرح الجسدي لازم تكون بينك وبين حالك عارف أنه صار لا تقدر تتعافى منه بوقت الحاجة إذا بتحتاج مساعدة أخصائيين صدمات أنا يعني عملت أكتر من جلسة مع أخصائيين صدمات ضروري ضروري ولكن تعافي كاملة في إحساس في إحسيس بسبب استمرار المجزرة صعب يعني هي فكرة البوست تروماتيك ما فيش بوست بالتروماتيك إحنا لسه بالمجزرة بالترومات ففي مرات تسحب بتحطها التلفزيون بتشوف المأساة اللي قدامك وبيصير إحساس غامر بالذنب إنك أنت تركت تركت رفاقك تركت زملائك تركت المرضى تركت الوضع الكارثي فمرات كتير بتحس إنه أسهل عليك لو كنت بقيت يعني هل ستعود بأي لحظة ممكن أحس إنه في الإمكانيات متاحة لأقدر أشتغل مرة تانية كيف الحين ممكن نحن نفكر في عادة عمار غزة وليش مهم أن نفكر بهذا الشكل ليش مهم أن نحن اليوم نجير هذه الأحاسيس وهذه الأفكار التي تكلمنا عنها و الكارثة اللي موجودة كيف ممكن نجيرها بالطريق السليم حتى لا نجيرها بالطريق اللي يبيه الكيان واللي يبون الإسرائيل كيف ممكن نعيد عمار الهدف من هذه الحرب إفراق خطاع غزة من سكان وكجزء من استمرار لفكرة النكبة خلق أرض بدون شعب وأنه تسليم بمبدأ أنه الإسرائيلي دائما يحاول يحاول يحقق بالهدن ما لم يحقق بالحرب وأنه الإسرائيلي اللي عملوا اللي ارتكبوا بهاي الحرب هو لتحويل غزة إلى مكان غير آهل للحياة أو غير قادر على الاستمرار يجب أنه تكون ضحظة الوقف إطلاق النار مرتبطة ب حملة إعادة بناء وإعادة تأهيل وعلاج للإصابات الجسدية والنفسية بحجم قد ما هي المجزرة كبيرة لازم تكون الحملة كبيرة لمنع إسرائيل من تحقيق ما لم تحققه بالحرب خلال الهدن أعتقد العالم صار فيه وعي دكتور أنا برأيي العالم عنده وعي بالأهداف الإسرائيلي أنا برأيي العالم العربي يجب أن يستوعب أنه هذا الغول اللي صار وصل جمهوره وكافة شرائح جمهوره يعني لا عقلية أو ذهنية الإبادية لن يعود إلى القمقم إذا انتصر بغزة وأنه سيتوجه للضف الغربية وسيترض أهل الضف الغربية إلى الأردن وسيتوجه إلى لبنان وستوجه إلى سوريا فهذه الذهنية الإبادية لحظة ما تصير مستحكمة بجمهور زي الجمهور الإسرائيلي تمثل خطر على كل شعوب المنطقة لكن القضية الفسطينية عادلة بحد ذاتها وحتى إذا لم تكن تمثل خطورة على المنطقة إيجاد حل ومناصرتها بذاتها بغض النظر إذا كانت تشكل خطورة هو ما يجب أن نقوم به أعتقد أنا وهذا الأصل في الموضوع ودكتور أنت أهلنا وأنت أحبابنا ووجودك اليوم بالكويت عزيز جدا علينا وقبولك الدعوة جدا عزيز علينا خاصة أنت تربيت على هذه الأرض ومثل ما أنت قريب علينا إن شاء الله بنكون قراب عليك إن شاء الله أنا أعتقد أن أنا أشوف الموضوع بشكل إيجابي أعتقد أن هناك وعي خاصة مو بس بالوطن العربي خاصة من صناع القرار بشكل عام في العالم أعتقد إن شاء الله الخير بقبال على قولتهم بالكويت ولازم نكمل ونستمر عسر الله يسهل إن شاء الله مشكور الدكتور علي حضورك شكرا لكم شكرا على الدعوة شكرا منيرا اشتركوا في القناة